موسيقى دجلة وبتروجيت اللي انتهت منذ قليل بفوز بتروجيت فوز مقنع جدا بهدفين مقابل لشيء أحرزهم النجم شميل سبيكلي وأضاع نص أهداف لوحده شميل سبيكلي نستعرض كمان مع حضراتكو إحصائية عن شكل الدوري في الجولة التانية إحصائية عامة أو حصاد عام للجولة التانية مع ضيوفنا الكرام بعد قليل نستقبلهم كمان هنتكلم عن أخبار الأهلي في الأول وبعد ذلك ندخل في جو هذا اللقاء عايز أقول لكم منذ قليل زي ما قلت حضر لكم دجلة وبتروجيت انتهى 2-0 طارق إحصة مقدم مباراة وراء أروع مع بتروجيت وكمان مكسب مقنع جدا أعتقد أنه أقنع الجميع وفريق شكله حلوى قوي فيه الدور الممتازة هذا العام مع طارق إحصة كنا بنتكلم معها قبل كده وبيقول أنه أنا أبني فريق ياليك بشكل بتروجيت ومنظر بتروجيت وياليك بكل القائمين على هذه المؤسسة الكبيرة مؤسسة بتروجيت أقنعنا فعلا بأداء بتروجيت هذا الموسم مباريات تالت مباراة ومبارتين تهوا بالتعادل ومباراة النهاردة انتهت بالفوز فوز ولا أروع لبيتروجيت النهاردة هنتكلم عن دجلة وشكله هل دجلة يستمر بالشكل والأسلوب بتاع مدربه تكيس هذا المدرب اليوناني هذا الموسم ولا لا هنتكلم مع ضيوفنا الكرام اللي يشرفونا بعد قليل النجوم الكبار كابتن إبراهيم عبدالصمد والكابتن محمد حشيش والكابتن قصام عربي شاملة أو حصاد شامل للجولة الثانية في الدوري العام تعالوا نروح لأخبار الأهلي بسرعة قبل ندخل في جو هذا اللقاء تدريبات بدنية مكسفة للعب النادي الأهلي جاز الفني النادي الأهلي بقادة الفرنسي باترس كالترون خصص فترة بدنية عالية جدا جدا النهاردة للعبين هقولكوا هم مين دلوقتي حلن أحمد فاتح حسام عشور وليد أزارو نصر ماهر وليد سليمان سعد سمير أحمد حمودي وكلبالي وعلي معلول واميد وجابر وشام محمد كان فيه تدريب بدني جامد جدا للمجموعة دي تدريب بدني كان عبارة عن جاري حول الملعب جاري بوقت زي ما حضراتكم أكيد حضراتكم طبعا عارفين تلوقتي النواحي البدنية لها عامل كبير جدا مع النادي الأهلي تحديدا اللي بياخود كذا بطولة دوري وبطولة عربية وبطولة أفريقية لسه كمان منتظرين النادي الأهلي الكثير هذا الموسم وحصد الكثير من البطولات إن شاء الله زي ما قلت حضراتكم تدريب جامد جدا مش عايز أقول صعب جدا لكن هو كان فعلا تدريب مكسف بدني أشرف عليه كل الجهاز الفني بلا استثناء ده كان أول خبر معاه النهاردة عارفين طبعا نادي الأهلي إن شاء الله يقابل النجمة اللبناني إن شاء الله في البطولة العربية في برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور L32 و30 هقول لكم برضو جوائز البطولة العربية مع ضيوفي الكرام جوائز قايمة جدا ومبالغ عالية النجم عمر السلية بيؤدي تدريبات علاجية في الجيم عمر السلية لاعب النادي الأهلي لكرة القدم يعني هايزة أقول لكم إن عمر السلية يعني مجهوده كبير جدا جدا في نص الملعب أكيد عمر السلية بيعمل مجهود زيادة عن الطبيعي ما شاء الله ما شاء الله فطبيعي إن هو يكون معرض للإصابة عشان كده بيحافظ عليه الجهاز الفني كل ما يقدر إن هو يريحهم التدريبات عمر اشتكى من إصابة في العضل الخلفية والعضل الأمامية ودي إصابة صعبة جدا لكن إن شاء الله عمر يتخلص من هذه الإصابة في الأيام القليلة المقبلة ويكون جاهز إن شاء الله في المباريات المقبلة أيضا النجم صلاح محسن بينتظم في تدريبات النادي الأهلي صلاح محسن نجم الفريق انتظم للتدريب بشكل طبيعي بعد الشكوى بتاعته من إجهاد عضلي خلال مران الفريق أمس يعني عايز أقول لكم كمان يا جماعة لعبة النادي الأهلي في التمرين بقى الموضوع صعب جدا مش زي ما الناس فكرة لعبة النادي الأهلي في التمرين ببزله جهد عالي جدا كأنها متش بالزبط كله عايز يقنع الجهاز الفني بقى حقيته إن هو يكون ضمن الحداشر لاعب الأساسيين للنادي الأهلي عشان كده اللي بيعمل مجهود مضعف أو أضعاف مضعفة كمان فطبيعي جدا إن هيحصل إصابات عشان كده لازم الجهاز الفني يتكلم مع لعبة وده أكيد بيقوم بيجهاز الفني إن اللعيبة تحافظ على الشكل العام للميران بدون بزل مجهود زيادة لإقناع الجهاز الفني اللي هو عارف كل اللعيبة وعارف إمكانياتها وعارف الأحسن حداشر ممكن يمثله النادي الأهلي إمتى وممكن يبقى فيه بودلاء إمتى وكل حاجة أكيد الجهاز الفني أضرأ بيها عشان كده الجهاز الزيادة بيسبب مزيد من الإصابات اللعبة النادي الأهلي أيضا النجم إسلام محارب بيشارك فيه تدريبات الكرة إسلام محارب نجم النادي الأهلي شارك فيه تدريبات الكرة في الميران الصباحي اليوم على ملعب مختار التتش إسلام محارب في تدريبات الكرة شارك فيها وأعقابها تدريبات جاري إضافية بعدما خاد برنامج تأهيلي بعد إصابته بإجهاد أي برضو إصابة إجهاد عضلة ضمة إصابة إجهاد في العضلة الخلفية اصابة اجهات في العضل الامامية زي ما قلت لحضراتكم مجهود زيادة وبيقوم باللعيبة في المطش وفي مجهود كمان بيقوم عليه اللعيبة في التمرين الموضوع مش موضوع اللعيب بأساسي خلاص بيعرف ان هو أساسي وخلاص لا الموضوع ان هو كمان أساسي ولازم كمان يدوس على نفسه في التدريب عشان يفضل في ال 11 لعيب الأساسيين عشان كده بقول لكم مجهود صعب جدا جدا للعيبي النادي الأهلي برضو يعني فريد أعداد معنونين الخبر اللي هقول لكم عليه أشغال شقة لحراس مرمى النادي الأهلي في المران اليوم ده اللي بنتكلم فيه مصطفى كمال النهار ده مصطفى كمال عايز أقول لكم كمال أنا أعرف مصطفى كمال على المستوى الشخصي وطبعا لعبت معاه في أمبي سنوات عديدة مصطفى كمال من النوعية اللي هو ما بهداش يعني طول النهار والليل بيفكر دايما عايز الجديد كمان كانوا ياخد موضوع التدريب وإحنا كمان شغالين في نادي أمبي كلاعيبة كان هو بيذاكر أن هو يبقى مدرب بعد كده حاجة جميلة جدا وحاجة مباشرة بالخير عشان كده هتلاقوا مستوى حراس مختلف تماما مع احترامي طبعا لكل القائمين على حراس المرمى أو تدريب حراس المرمى في نادي الأهلي كل واحد بيقوم بدوره لكن أنا عشان مصطفى كمال عصرته شخصيا دايما بيتطلع لكل جديد دايما هتلاقي التمرين بتاعه وتمرينات مركبة معقدة لازم يطلع من التمرين باللي هو عايزه ولازم كمان يقنع الحارس أي أن كان مين اسمه يقنعه بالتمرين وهدفه ايه عشان هو يطلع مع الحارس الهدف بالتمرين ويطلع هو والحارس مفسطين وتمام عشان كده معنوانين الخبر مع حضراتكم بأشغال شقة لحراس مرمى النادي الأهلي صفى كمال نجم النادي الأهلي ومدرب حراس الفريق بالنادي الأهلي قدم ميران قوي لحراس مرمى الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش مصطفى كمال حرس على تخصيص زي ما أقول لحضراتكم فقرات لتدريب الحراس على التعامل مع كافة المواقف داخل منطقة الجزاء وخاصة الكرات العرضية ربنا معاك يا مصطفى وإن شاء الله يبعد أي إصابات عن حراسك وإن شاء الله يكونوا على المستوى المطلوب كمان للجماهير الفرنسي باترس كالتيرون المديد الفني النادي الأهلي بيجتمع بعشور والشناوي وفتحي ثلاث لعيبة أسماءهم كبيرة عشور كابتن الفريق أحمد فتحي طبعا نجم كبير جدا والشناوي الحارس الأمين مع شريف إكرامي للنادي الأهلي النهاردة التلاتة دول قعدوا مع باترس كالتيرون هو كان عايزهم في إيه أنا بصراحة ما عنديش أي معلومة أكيد كان اجتماع الهدف منه الحس على الروح اللي ماشيين بها يا جماعة ولازم عشور بصفته كابتن الفريق عايزين نوصل للمستوى المطلوب عايزين نعلى ماتش عن ماتش عايزين نفذ التعليمات عايزين بقى فيه التزام عايزين 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 دايما نشوف الأهلي بالشكل المأمول بالنسبة لكل عشاء النادي الأهلي أيضا الشناوي أكيد برضو حافظ على مستوىك احنا ماشيين كويس جدا مع الحراس بتوعنا كله في مكانه كل واحد عارف دوره إيه فتحي طبعا نجم كبير جدا وأكيد ليه أدوار غير الأدوار في الملعب أكيد ليه أدوار بره الملعب كمان عشان كده الفرنسي باترس كالترون عمل اجتماع معهم النهاردة هذا السلاسي وأكيد بيجتمع مع كل اللعيبة فيما بعد كمان تأسيمة قوية قام بيها النهاردة المدرب العام محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة عمل تأسيمة قوية جدا للعيب النادي الأهلي دايما بقول لكم التأسيمات بيكون واخد تعليمات من باترس كالترون أو هو عنده طبعا محمد يوسف مدرب عالي جدا عنده فكر عالي جدا كان مدير فن نادي الأهلي قبل كده فأكيد برضو هو عنده بصمات بيحب يحطها مع النادي الأهلي في ظل الأريحية اللي مدهاله باترس كالترون أو الحرية اللي مدهاله باترس كالترون إنه هو يعبر عن فكره في التدريبات عشان كده محمد يوسف النهاردة قاد تأسيمة قوية جدا وقفة كتير جدا عشان ينفس فيها جوانب خططية وبدنية أيضا وفنية التأسيمة زي ما قلت حضراتكم وقفة محمد يوسف كتير جدا وقام الجهاز الفني بإعفاء عدد من اللاعبين من المشاكل في التأسيمة أحمد فتح وسمعشور وليد أزارو ناصر ماهر وليد سليمان سعد سمير أحمد حمودي سريف كلبالي علي معلول ميدو جابر وهشام محمد دول اللعيبة اللي هما بيشاركوا في المباريات كلام اللي أنا قلته في الأول ده بالزبط هو اللي بيحصل في النادي الأهلي الكلام اللي أنا قلته في الأول في حضراتكم مع حضراتكم أن اللعيبة دي اللي بتشارك في المتشاط لما بتنزل التأسيمات أو تنزل التدريبات دايماً بيكونوا حرصين أنه هما يثبتوا أكتر الجاز الفني أن أنا أستحق أن أنا نضم للحضر شهر اللعيب حتى اللي بيلعب أساسي بما فيه مش ناو أحمد فتحي ناصر ماهر رميدو جابر وليد سليمان كل لعيبة كبيرة دي ما فيش حاجة سماهر في التأمين أنا عارف أني ألعب أبداً الكلام ده ما بيحصلش في النادي الأهلي اللي بيلعب مطش بنزل تمرين لو حتى تاني يوم بيقدي تمرين عالي جداً عشان يبدل حجز مكانته في التشكيلة الأساسية عشان كده الجاز الفني يفضل أنه يعفيهم أساساً من التأسيمة منعاً للإجهاد الزائد اللي بيشتكي منه اللعيب أيضاً النجم أحمد حمودي نجم الفريق بيعود للمشاركة فيه تدريبات الأهلي بعد غيابه أمس بسبب شكوى من التهابات في الزور ألف سلام عليك يا حمودي يا حمودي لعيب مهم جداً مع بقية اللعيبة في النادي الأهلي كل لعيب ليه سيكله ليه وزنه وأي لعيب يروح النادي الأهلي لازم يعرف أنه هو لعيب عالي جداً عشان استحق الانضمام للقلعة الحمراء بأكد عليكو تاني يا جماعة في النادي الأهلي سواء إجهاد سواء إصابات في العضل الأمامية خلفية ضمن حاجات دي كلها دي بتيجي نتيجة الإجهاد الزيادة في التممين من اللعب نفسه وليس من الأحمال عموماً أنا مش بقول كده عشان أعفي أي حد أنا بقول لك الحقيقة يعني أنا احتكيد طبعاً كنت شرفت أنا لعيب في النادي الأهلي التممين في النادي الأهلي كأنك بتلعب مطش وزيادة بتلعب مطش تنزل التممين بعدها بيوم بعدها بيومين لازم تأدي التممين على أحسن ما يكون مش حاجة اسمها مجهد مش حاجة اسمها أصل أنا هتدلع شوية مع إنك أنت هتلعب هتلعب أنت عارف أنت هتلعب لكن أنا لازم أنا كالعيب نادي أهلي انطباعي من جوايا أن أنا لازم أثبت للناس وأثبت للجهاز الفني أن أنا بقدي التدريبات زي المطشات عشان كده حاجز مكاني في التشكيلة الرئيسية دي كانت أخبارنا نروح لفاصل سريع جداً عشان أستعرض مع حضراتكم نتائج الجولة الثانية قبل ما أستقبل ضيوف الكرام للتحليل عن هذه الجولة زي ما قالت لحضراتكم في بداية لقاء معاكن ديجلة وبتروجيت بتروجيت تغلب على ديجلة بأدفين نظيفين للنجم شميل سبيكلي وبتروجيت أضاع حوالي يعني أهداف مؤكدة حوالي أربع أهداف مؤكدة بتروجيت بلعب كرة حديثة جداً طريق إحيا بلعب كرة بزكاء كبير جداً 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 باعتمد على الأطراف خصوصاً الطرف الأيمن أو الباك اليمين هقول لكم بس أنا مش عايز طبعاً نتكلم فيه التفاصيل فإنها مسائبها لضيوفي الكرام لكن باعتمد على الكرسات باعتمد على الكسافة العددية فيه التمنتاشر عشان كده بيحرز أهداف وبيضيع أهداف شميل سبيكلي ناقص له بس اللمسة أخيرة كان ممكن يبقى النهاردة يعني جاي بخمس أهداف لو طبعاً حداركم تفتكروا الأهداف اللي راحت من شميل سبيكلي تحديداً مش من بتروجيت لكن في الأول وفي الآخر خلص اللقاء بهزيمة لدجلة بهدفين مقابل لشيء دجلة هيستمر في هذا المستوى هيستمر مدربه على هذا المستوى الفني والضرورة أن أنا أحضر من تحت ولازم أبني نجمة من تحت ولازم أنزل الديفيندر يستلم الديفيندر اليوناني اللي جايبه معاه مش عايز أنا يعني أبدي رأيي لكن أنا أخلي طبعاً ديوفي تكلمه بكل التفاصيل عن هذا اللقاء وعن رأيهم في الأجانب بصفة عامة وعن هذا اللاعب في ودي دجلة بصفة خاصة ده كانت نديجة دجلة وبترجيت اللقاء المقدم من الأسبوع الرابع أستعرض مع حضرتكم بسرعة نتائج مباراة الأسبوع الثاني كانت البداية مباراة الزمالك والاتحاد السكندرية والزمالك كسب مكسب كبير جداً جداً مع جروس خمسة واحد لنادي الاتحاد السكندرية هزيمة لا يستحقها نادي الاتحاد لكن كان يستحقها نادي الزمالك لللعب في صراحة لعب بطريقة هجومية لعب على أنصاف الفرص أحرز من أنصاف الفرص عشان كده أحرز خمس أهداف وأضاع أيضاً وهارض لك لككبتن محمد عمر في هذه الهزيمة السقيلة جداً جداً مباراة حرس الحدود والداخلية انتهت بهزيمة حرس الحدود مع مدربه عماد سليمان والكبتن عالي عبد العال كسب كبتن عماد سليمان أو كسب حرس الحدود بهدفين مقابل هدف يعني أخر أو استعاية تأخره بمكسب عمل كامباك هايل جداً على عبد العال اتنين واحد في آخر ثواني حسام باولو النجم الكبير والهدف الكبير هدف الدوري مرتين وربعض حسام باولو يعني حاجة جميلة جداً إن شاء الله يرجع لمستواه مش عايز أقول يعني افتقده لكن كانت ظروف لعبه وظروف انتقاره لكثير من الأندية إن شاء الله يرجع حسام باولو مرة تانية في الديئة 95 بيعود حسام باولو بالداخلية بسلاس نقاط غالية جداً مباراة الثالثة كانت الإسماعيلي وبتروجيتا وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف زي ما قالت لكم بتروجيتا جماعة حاجة حلوة قوي عاجبيني جداً عن مستوى الفني اتعادل مع الزمالك الإسماعيلي النهاردة بيكسب دجلة يعني مبارات قوية جداً قبلها كابتن طريحة إن شاء الله نحاول نجيبه على التليفون عشان نكلمه في فنياته وحاجة جميلة جداً 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 المباراة الرابعة كان دجلة والجونة واخسارة لدجلة بهدف بسلاس أهداف مقابل هدف دجلة برضو بيستمر في مسلسل اخسار عشان كده بقول لكم دجلة هيكمل بالشكل ده ولا لا؟ هنعرف من خلال ديوفنا الكرام اللي شرفوني بعد قليل دجلة تأخر بسلاس أهداف مقابل هدف واستمرار لمسلسل الهزائم مباراة المصري البورسعيدي مع النادل أهلي وطبعاً حضراتكم عارفين النادل أهلي كسب بهدفين مقابل لشيء باتريس كالترون مع حسام حسن باتريس كالترون تفوق على حسام حسن نتيجة مقناعة جداً وأيضاً كان النادل أهلي ممكن يضاعف عدد الأهداف لأن النادل مصري ما كانش في حالته النادل أهلي كان فايق جداً لولا باتريس كالترون كنت بتكلم مع أحد المحلين الفنيين العاليين جداً جداً بيقولوا أن باتريس كالترون كان ممكن يكسب أكتر من كده لكن باتريس كالترون عايز يكسب الأهم من كده وهو ثقة جمهور النادي الأهلي يعني هنتكلم برضو فيها مع ضيوفي الكرام هل باتريس كالترون بيلعب بفكره هو بس ولا بيحاول يكتسب ثقة جماهير النادل أهلي الكبيرة اللي من خلالها هيبدأ يشتغل هو بمخوة أنا شايف فعلاً أن باتريس كالترون بيحاول أنه هو يشتغل 75% من تفكيره و25% عايز يكسب بيهم جماهير أو ثقة جمهور النادي الأهلي اللي تستحق طبعاً أن أنا أضحب 25% من تركيزي أو مش من تركيزي من فكري عموماً الفني عشان أكسب ثقة جمهور النادي الأهلي اللي هتديني ثقة بعد كده في كل حاجة عشان كده باتريس كالترون لما كسب هدفين أو أحرز هدفين الحلوة قوي كده أبداً من دفاعاتي عشان أحافظ على النتيجة دي لكن لو هو كان عنده الجرأة هو عنده الجرأة وإحنا تكلمنا قبل كده عنده شخصية قوية جداً تخليه يعمل أي حاجة لكن هو فضل أنه هو يكسب هدفين ياخد بيها ثقة جمهور النادي الأهلي اللي هتديره دافع بعد كده أنه هينفذ كل أفكاره سواء كانت هجومية أو غير هجومية لكن هدفين أقنعه كل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله النادي الأهلي مليان بالنجوم إن شاء الله النادي الأهلي شرفنا في كل المسابقات اللي هيدخل فيها وإن شاء الله يحرز كل البطولات اللي هيدخل فيها بإذن الله حربة عدل واحد واحد أيضا مباراة المقاولون العرب مع مصر المقاصة انتهت بفوز مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف برضو يعني المقاولين العرب مع الكابتن علاء نبيل مقدمين كان مباراة في الأول مباراة كانت فيها فنهاية عالية جدا لكن مصر المقاصة تفوق بهدفين مقابل هدف نادي المقولين أيضا برضو نادي المقولين ضيعوا نادي المصر المكاسة ضيعا كانت مباراة في منتهى الجمال وفيها كورة حديثة جدا أحلى حاجة في الدوري السنان دي ناواخد شكل الكورة الحديثة ومش شكلها بنسبة 100% لكن الكورة شايفها كورة جميلة أوي فيه مبارات حلوة أوي تفرجنا عليها مبارات هجومية يعني شايف أنها كانت مباراة ممتعة لكل الجماهير مصر المكاسة برضو كانت مغلوبة 1-0 عامة كامباك وكسب بالمباراة وخاد سلاس نقاط مهمة جدا جدا سموحة ونجوم المستبل انتهى بالتعادل السلبي 0-0 وطلائع الجيش وإنبي في مفاجأة من العيار السقيل بيكسب طلائع الجيش في ملعبه عشان أقوله وسط جمهوره نفس أقوله وسط جمهوره إن شاء الله نقولها في الأيام اللي جاية تلت أهداف مقابل لشيء خالد متولي بيعمل مع إنبي أيضا مباريات كبيرة جدا خالد متولي مدرب خدم طه بصري كل حاجة وكابتن إحاسمعيل خدم منهم كل حاجة مدربين كانوا كبار جدا 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 الله يرحمهم ويحسن إليهم خالد متولي امتداد لهذا الجيل الكبير إن شاء الله يعمل نتائج وراء أروع مع جهازه الفني ونادي إمبي دي كانت نتائج مباريات الجولة الثانية وإن شاء الله هنتكلم فيها بعد هذا الفاصل بعد ما نستقبل ديوفنا الكرام الكبيرات الكبار كابتن إبريم عبدالصمت كابتن محمد حشيش كابتن أسامة عربي فاصل ونرجع لحضراتك عربي ممكن وليد أزارو وليد أزارو مساء الله فائك وسبرينتر بتاعبو إن شاء الله علاما يعني الله أكبر عليه وليد أزارو يبقى هداف الدوري ده زي السنة اللي فاتت اوراجل بسم لا مشا الله فرميته عليها تمانلي جاهز زي ما بنقول يان التربين بتاع الدوري وبتاع الناد الأهل إن شاء الله ده المسم اللي فات وليد أزارو وهو اللي يبقى هداف الدوري المسم ده إن شاء الله توقع وليد أزارو برضو واضح أنه محافظ على مستوىه وإن شاء الله ممكن يكمل بنفس المستوى ده لنهاية الدورة هيبقى إن شاء الله سكوره كويس بإذن الله أزارو رجله عكرة كويسة عينه عكرة كويسة سريع بيستغل الفرص ده هز الفرص كل ده عوامل تساعد أنه يطلع هدى في الدورة وليد أزارو مستوى كويس لعيد مكافح سترايكر معنى الكلمة صلاح محسن هدى في الدورة إن شاء الله وليد أزارو هو إن شاء الله هدى في الدورة السنة دي وليد أزارو قوة هجومية كبيرة مندفع بيعرف يتحرك بيعرف يأخذ أماكن الناس بتعب عليه مثلا إضاعة الفرص من ما بيضيعش فرص اللعب يضيع ويجيب عادي جدا لكن بتوقع أن وليد أزارو مزيد من الخبرات مزيد من التوفيق في كل المباريات وبتوقع أنه يبقى هدى في الدورة رسيح كله لوليد أزارو بعد الموسم اللي فات واللي عمله ممكن أحمد جمعة لعب النهودي المصري ممكن نشوف أكتر من اللاعب تاني بس هو أزارو وإحمد جمعة ممكن يتنين دولة يكون بينهم منافسة كبيرة جدا لآخر الدورة وليد أزارو فأنا أعتقد أنه هو المستمر كهداف يعني إن شاء الله وليد أزارو بس عاوز يأخذ يعني إيه ثقة في نفس شوية عن السنة اللي فاتت يعني كده يبتدي بقى مش يضيع زي المرايح كذا مرة كده هنرجو إن شاء الله بنوفقه يتفوقه في السنة دي ويبقى برضو هدى في الدورة وليد أزارو ماذا اختارك يا وليد أزارو؟ لعيب سريع هداف متمكن قدام الجون فنش فتاعه كويس وليد أزارو أبختاره أبقى يعني لعيب سريع ومهاري كل حاجة معندوش فنش عالجون بس لو أعطى كابتن حسين بدري سابر وعريس سنة اللي فاتت لحد ما فهم هداف الدوري واحدة واحدة بيخضوا عن مباريات طبعا كان مع النجم جميل كابتنان متعب طبعا أعزانها لشان يعتزل خالص كان أكتر أحب أحبه طبعا أي حد بيخضوا عن متعب لازم متعب كابتن عماد بيدي له تنصحات فأنا معتاك اللي هو أدارو توجيهات لو لي أزاروه أنه هداف الدورة المسلم الفات وأنا متوقع إن شاء الله هيكون هداف الدورة المسلم ده بس وعادي برضو يعني حابي تحظر شاهده قدام الجون اهلا بحضراتكم من جديد يعني نورني وشرفني نجوم مصر نجوم نادل أهلي كابتن الكبار في هذا الستوديو عشان نتكلم عن كل شكل الجولة التانية للدوري العامي كابتن كبير كابتن برهيم عبد السامة بن نور الدنيا إذا حضرتك بنورك والمجموعة الجميلة اللي أنت أعطني معها ربنا خليك رب عمل إيه الحمد لله كله تمام كله حلو الحمد لله أيضا النجم كابتن محمد حشيش من نور الدنيا يا كابتن إذا كميل عمل إيه الحمد لله الحمد لله يا رب دائما كابتن كبير كابتن سامة عرب أهلا سلام بك يا ميزو نور دنيا وسعيد بوباني مع كابتن مرحيم كابتن حشيش أهلا بك يا كابتن أهلا بكم يعني تأرير بدأ في رئي الأعداد بشكل هداف الدوري يعني لسه بدري أه لكن حلو أن احنا نتوقع في الأول منها يكون هداف الدوري هذا العام هل وليد أزارو النجم الكبير نجم المغربي وهداف النجل أهلي هيعمل مفجأة وياخد لقب هداف الدوري هذا العام أيضا كابتن أهلا شايف الدنيا لسه بدري شخص لا هو طبعا لسه بدري بس وليد أزارو عنده مجموعة متميزة في خط النص بإداره يدوله أسستي كتير قوي فبالتالي بتجيله فرص كتير عنده الفرصة الكبيرة إنه هو ممكن يبهده في الدوري حينفسه شمس البكلي من بيتو جيت لأن الحقيقة بياخد مواقع أكثر من ممتازة ودايما في الجانب الأعمال ما حدش أخد باله منه والنهاردة مسجلنا هدفين يعني بيقول أنا داخل في هداف الدوري السنالي إن شاء الله حقيقة متميز بيساعد زميله مش بس هو اللي بيسجل لا ده بيعمل أسستي الزميله العيب ممتاز وحيف جدا مع بيتو جيت السنالي يعني أنا عايز أقول لكه قبل ما أروح لكابتن حمد حشو أسأله في رأيه في هداف الدوري هذا العام هل هيكون من نادي الأهلي أو من نادي آخر يعني شميل سبيكلي تحديدا ده جماعة لعيب عايز معاملة خاصة جدا 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 اللي بيعرف يعامل لعيبة كويس دي حقيقة فعلا كابتن طاري إحا من المدربين اللي بيعرف يدخل جوه قلب اللعيب ويعرف هو عايز إيه وياخده منه كده بمنتهى الراحة وبمنتهى العقل كابتن طاري إحا فعلا قعد مع شميل سبيكلي بعد ما كان شميل سبيكلي عامل صورة بيتو جيته عشان يمشي كان جايله عروض كتير جدا لكن كابتن طاري إحا أقنعه وشميل سبيكلي دلوقتي ما بيفكرش في أي عروض عشان كده شميل سبيكلي بالشكل مع أنه ضيع هداف كتير جدا لكن كابتن طاري إحا دايما بديله السكة زيادة كابتن لأنه عارف نهو يجيب له جوان وجاب له هدافين النهار فواضح أن طارق زبط له ادنبو في حتة معينة هو أكيد كل عيب بيبقى له تكة معينة أكيد فهو بعد الصورة اللي انت بتقول عليها الكبيرة دي شايفينه بادئ وبادئ بداية قوية غير كالسنة الفات السنة يمكن لقبل الفاتت كان أحسن السنة الفات ما كانش مستوى على مدرد الدوري كله كان برضو متأرجح ما بين الجيد للمتوسط السنة دي البداية بتاعته واضح أنه عنده دوافع كتير الدهال وطارق يحيا ودي مهمة قوي من المدرب احنا نتكلم في لسه بيوتورجة عموما السنة شايف طبعا بالنسبة للهداف الدولي لسه يعني بدري قوي على القصة دي يعني احنا لو هنتكلم من دلوقتي طبعا آه البداية كويسة بتاع وليد أزارو فيه كمان توقعات الولد بتاع أمب الجديد اللي هو نوح وقل ده لعب كويس ورص حربة باين عليه أنه هو هداف مش عايزين ننسى كل بالي بتاع الناد الأهلي يعني لو هنتكلم على جوانه اللي قبل كده بقى في إفريقيا هو ممكن يبقى برضو من الهدافين ليه لا لا احنا نتكلم على هداف الدولي تمام وليس هداف النادي تمام ممكن يبقى من هدافين الدولي على سيكرة لو فضل بالمعدل ده ليه لا ليه لا ليه لا شفت بقى في أصفري العداد معنا برضو مسهل يعني هو يقولك ايه احنا نقول ده لسه مدري جدا لك بص الكلام ادينا طب ليه كل بالي طب مش عارفت مين ممكن يبقى هداف الدوري طب وبعد كده بعد ما يبقى هداف الدوري يزار وبان يقولك احنا خدنا انفراد طيب الزر لا طبعا لسه طبعا بدري بس المؤشرات يعني فيه هدافين من البداية مميزين زي أوليد أزارو السنة الفاتت طبعا بجوانه اللي سنة اللي فاتت فيه ناس كثيرة موجودة بس تعندك حسام باولو داخل بقوة برضو في الكصة برضو طبعا حسام باولو كمان كان هداف الدوري موسمين قبل كده ها حتقدر يميده من نص الدور الأولاني كده كابتن اسامة تقدر يبان مين اللي داخل بقى ومين اللي هيدخل في الهدفين يعني كابتن اسامة أخذ رأيك يعني ما فيش شك الهدف تبقى فيه من ميزات شخصية بالنسبة له والفرقة بتساعده كمان فما فيش شك انت هتجي تتكلم على الأهل على الزمالك اللي هم أقرب فرقتين للحصول على الدوري فرص مكسبهم ببقى أكتر من الفرقة الأخرى فوليد أزارو عنده الميزة انه هو خاد هداف الدوري لانه عنده ملكات شخصية بتاعته بالزبط وكمان الفرقة بتساعدونه اللي بتوصله كتير والنادل قالي عدد قابتن إبراهيم عدد لكاته دي حقيقة فوليد أزارو طبعا مرشح بقوة أيضا كاسونجو كابونجو من الزمالك مرشح بقوة لأنه برضو بيروح للجون كتير جدا وبيعرف يجيب جون وبردو فرص الزمالك اللي يكسب طبعا جون أنتوي ما ننسويش في المقاصة راجل هداف أنا أتصور إنهم دول أقرب تلاتة لكن ممكن جدا زي ما حصل مع حسان بولا قبل كده واحد بره الفرق اللي بتروح للجون كتير قوي أو زي ما قلنا اللي هي مرشحة تكسب بعدد مطشات كبيرة زي قاله الزمالك ممكن يجي واحد من بره الموضوع لكن هما دول أقرب اتنين أو تلاتة من وجهة نظر الشخصية كابتن أسامة انت خطيني في حتة هطلع بيها بس بره للجاو العام ونرجع بسرعة نتكلم عن مبارات دجلة وبتروجات مع حضراتكم لكن كابتن أسامة قال لجون أنتوي جون أنتوي خد هداف المقاصة السنة اللي فاتت وكان بيجيب أهداف صعبة جدا رغم ظروف المقاصة كتصعبة السنة رغم ظروف المقاصة كتصعبة السنة فالحضرة كنت شغال في الدوري كنت عارف الكصة كلها والسنة دي ما شاء الله داخل بقوة برضو ويجيب أهداف تحس أن فيه فروق تحرف في الثمانتاشة وزي ما قلنا أزارو وكاسونجو الاتنين هدفين أساسا وكمان فرقهم يعني العدد المكسب الكتير يبقى الأهل وزي ماك أكتر من أي فرق أو أخضاء هو سؤال أو لا هل رحيله من نادل أهلي خسارة؟ أنتوي أه أو لا خسارة بس هو فيه حاجة هو برضو ما مداش كل المردود بتاع أنتوي في النادي الأهلي بأمان يعني لكن هو طبعا كان ممكن ياخد طورة أخرى طبعا أنا أخلي يعني هخلي فيه وقت كده يعني لو عشر داي نناقش فيهم ليه اللعيب بيتقلق في نادي وممكن ما يتقلقش في نادي ويروح نادي تاني يتقلق فيه يعني نلازم نناقش فيه هي أصلها دي ممكن يعني تتخذ برضو نكملها يعني بتبقى بتعتمد على السمات الشخصية فيه لعيب وهداف ما بدورش يلعب تحت ضغط ضغط الجماهيري في الأندية الكبيرة زي الأهلي والزمالك والأندي الشعبية ما كانش دي جماهير معلش برضو بس النادي الأهلي حتى ما فيش جمهور النادي الأهلي مطلب أنه هو يكسب كل ماتش ولازم الهداف النادي الأهلي أو رأس حابة النادي الأهلي على طول الجوان طب جونه أنتوي اللعب في الإسماعيلي مع جمهور وكان هداف الإسماعيلي تمام برضو هو بتبقى برضو التركيبة زي ما أسامة قال قبل كده التركيبة اللي معاه ممكن الانسجام والفرص ممكن سوء الحظ بيلعب برضو لدور يعني حدخل أنا فيها الجمهور بتاعنادي الأهلي المركز الأول الإسماعيلي يعني مع احترامي للنادي يعني ما بيلعبوش على المركز الأول فبيبقى الضغط الجماهيري على اللعيب بقى أقل من النادي الأهلي إنما النادي الأهلي لما بيضيع ما بيترحمش وبالتالي الضغوط عليه كانت كبيرة قوي شأن أكمل كلام الكبات فالضغوط بيتعليه كبيرة قوي من سواء من الجمهور أو من الإدارة فبالتالي الرحل النفسية ملقاهاش إنما في الأندية المتوسطة بيضيع بيضيع إنما بيجيب عشان بيلعب بأريحية ومفيش ضغط عليه ومفيش حد بيقنبه ومفيش حد بيضغط عليه إنه يجيب الجوان دايما تمام أنا أفكر برضو حضراتكم وده حاجة أنا دايما بقولها إن جمهور ناد الأهلي بيأثر في ناد الأهلي حتى لو مش حاضر في المدرجات يعني جمهور ناد الأهلي ليه رد فاعل غريب جدا عن كل اللعيبة على كل نادي أساسا كمان حتى لو مش موجود في المدرجات وده اللي بتتكلم من خلال الضيوف الكرام إن الضغط الجماهيري حتى لو الجمهور مش موجود لكن أنا بتتكلم إنه فعلا ما كانش في جمهور موجود لعب مع جمهور الإسماعيلي جمهور الإسماعيلي شارس برضو طبع جدا لعبه كان هداف الدوري وطلع بره واحترفه كان هداف وراح نادي مصر ما قصة هنتكلم عن الجزئة دي بعد ما ندخل بقى في النخلص النقاط الأساسية مبارات ديجلة وبيتروجيت كابتن دراهيم وكابتن طريح عامل حالة إحنا مش هنقول النتيجة هنقول الحالة لا عامل حالة حقيقة يعني من بداية الدوري أولا برغم من عمل صفقات حوالي 17 صفقة جديدة مش من السهل إن انت بتعمل 17 صفقة جديدة إن انت تعمل التوليفة دي 100% خض مبارات ودية كتير على أساسها قدر يطلع بالتوليفة الجميلة دي أولا فجئنا كمان إنه بيلعب مع فريتين كبار بيحرزوا النادي الأهلي يعني بيحرزوا ببطولة الدوري طيب استأذنك قبل بقى من نتشكر في الكابتن طارق إيحى بقى ناخده الأول بقى يتشكر فيه أنا حبيبي الأول أول كابتن طارق أهلا بيك كابتن يميد وزاكي حبيب الله يا شبيب يعني عايزة بارك لك الأول وحاجة جميلة جدا في حاجة كابتن في حاجة السور شبيبي وعلي شور يميد وانت حبيبي يا ميد ما شاء الله ما شاء الله أنا مسك الخشب ما شاء الله يعني حاجة تفرح بجد يعني أنا بتفرج على المطش ومعايا بيوف الكرام كابتن إبراهيم عبدالصمد والكابتن محمد حش وكابتن أسامة عرابي طبعا بنقلهم بنقل لحضرتك تحياتهم قاعدين مستمتعين قاعدين مستمتعين يعني إحنا لو نعل الصوت كابتن طريق شوية جماعة لأسمح إنت عارف طبعا أنا بكلمك على طول يعني مناش في الحاجة يعني بنتكلم كلام فعلا بيكون كلام مستحق فقاعدين مستمتعين فعلا بشكل بترجيت كابتن حاجة تفرح بصراحة كرة حديثة كرة جميلة باين فيها شكل فني عالي جدا باين حضرتك يعني أنا مش عايز أقول الخطة بس أكيد الناس كلها عارفة يعني أول ما كرة تيجي في رجل أحمد صبح تحديدا حضرتك مطالب أو بتطالب أنه يعمل كروس على طول عشان فيه زيادة في الثمانتاشر زيادة كمان متمركزة في عناصر ويقوبها تحديدا حديثة ويقوبها بلو منوارين وليس قلبك أحسن يعني بيكما يقلبك شيئا نريد أن نسمع الكابتن طرح اللو ينفع أن يقلبه تاني يا جماعة نسمعه نسمعه فعلا حاجة جميلة جدا هزي ما بقول لك فجائنا برغم أنه يلعب أول فرقتين بينفسه على طولة الدورة الإسماعيلي وبعدين الأهلي ففرقتين بينفسه على طولة الدورة فجئنا أنه يضغط على الفرقتين من نصف ملعبهم يعني كماتش الإسماعيلي تفضل يا كبتن تار بالزبط الزجلة كان عندها الأهلي وإحنا عندنا المصري والأهلي عنده الأسبوع اللي بعد جاء بطول العربية ونفس الكلام المصري عنده تنفذ اللهية فبالتاني هم اللعبونا النهاردة قال لك الاثنين دهما يعني مش سلاكين تحاجة فيه ويعادوا على الأسبوع الرابع المحرد فالحضو الله يمكن ربنا وصفقنا إحنا قرينا فئة الزجلة كويس بناس بتحضر كتير جدا من تحت طبعا تفكرت أن أنا لازم أقابل الضغط التحضير ده مش بالرجوع لا بالضغط خمسة واربعين دقيقة طبعا هندغط الشوط الأولاني كله خمسة واربعين دقيقة حيث أنا متوقع لأن الخبرات اللي بعيدة ديجلة هم بالألف صغيرين شوية صغيرين شوية لكن عندهم بعض الأخطاء من الاستلام والتسليم وبالتالي طلبت بالنعيدة أن أدغب طول الخمسة واربعين دقيقة زي ما أنت شفتوا كده ما كانش بدي باع أن إحنا نرجع خالق وبالفعل استغلنا الأخطاء لكن للأسف ما أحرزناش من أهداف إحنا عرضنا من كوة تانية بأهدافهم والحضو الله يعني الميلاد اشتغروا في شكل كويس شوط الأولاني شوط الثاني عميدوا ما أدرش طبعا قبارت المصر الكبار أنه عنده كله مدربين ما أدرش تواصل الضغط ما أدرش أدغب التسعين دقيقة ضغط عامل أكيد الأولاد حيتعبوا منه أكيد وخصوصا أن أنت عامل مصرين مع ثلاثين كبار جدا عندك الإسماعيلي والأهلي والزمالك أصلي ثلاثين كبار استنزفوا النحية المخزون الفدني اللي عند الولاد اللي احنا اشتغلنا به طول الفترة اللي الفدني قلت لهم هنلعب في زون من تلسل ملعب كده مع الاحتفاظ به نص الملعب لأن أنا عارف كويس أول إيديك لبرضو هيفضل يحضر ويشتغل نفس الشغل بتاعه وده اللي حصل يعني ما كانش في نعم الخطورة غير الكوار اللي تلاهي بظهر زولة في الباك اليمين صال الصافي وده دخلنا السباعي كمساك ثاني وفي نفس الوقت وقفنا زولة ناحية الطافي بمانع برضو بعض الكوار خاطر لكن مع ذلك انت ليك هدفين الجون طافي شميلس بيكلي اه بالزبط والجون الثاني زولة بياقصة المنصف عبد المنصف اتعامل معه الزكاء لكن هو لو حدك كورة لبعيد دي كان يكون الرابع بس أنا أستاذي حركبت انطاري هي مهارة كبيرة جدا من عبد المنصف وليس تقصير من اللاعب عندك بصراحة يعني خبرة عبد المنصف اتقابلت في عدم خبرة من دولة بالزبط خبرة عبد المنصف منزل في بدري نزل بعد ما هو حده وبالتالي كان عنده فرصة انه ياخد الكرة منه على الأقل أو يعطله على الأقل لكن بص يعني انا قلت له من الماضش ده بالنسبة لنا مؤلم لان انتوا معرفش انتوا عارفين ولا لقى ده الكلام ده في المحاضرة ان احنا لو كسدنا مهارة عن اصدر المثابة حتى لو يوم واحد انا عارف انا عارف فدي حاجة كويسة انا عارف وبالتالي الحمد لله الوقت قد ماشي كويس وكبير مع فرقة محترمة فرقة جبيرة برضو في الزجلة من الفرقة اللي بتاعتمد دائما على الولايات الصغارين معاملين موسم كويسة الموسم لتلكم الحمد لله دير المدعام على ماشي بشكل جيد وخد ترتبونت الحياة اوانا اغلى بالزبط يا كابتن يعني ثلاثة نقاط مقنعين كمان بأداء جميل جدا بس انا عايز على حضراك تاني الكورة لما تيجي في رجل احمد صبح هل حضراك طالب منه ان يعمل كروس وطالب من لعبة الزيادة العددية في الثمانتاش انا قلت زيادة فيها مركزية وفيها لا مركزية من الاسماء لا بص انا قلت لهم لازم بحي طموح هايجي طموح منقصد الا اذا اشتغلت جانب اشتغلت من الاعتراف وانا بحب دايما الباكين يهجم ما بحديش الباكين مع الاحتفاظ طبعا بالتوازل الدفاعي وبالتالي انا قلت لهم لازم نعمل بسندة هكومية تجري عملها كويس لكن هو بيعمل الوفر باديم شوية وانا قلت له لازم تعمل الوفر مع الخط وبالتالي لما شوت الاولاني حتى عمل كل الكروسات بالضبط لكن بقيت الكروسات كلها من ب себة الأولى لكن هجم الصغف قدق النصب afterward Legendق pret وكانت ثم شخت انا بحب دايما الحجوم من ناحية الليون من ناحية الشمائية موجود مع التوازن الدفاع الموجود والحمد لله يعني احنا ماشيين بشكل كويس فرقة جديدة جددنا الفرقة بالكامل مش مستعجلين عمدين رعيبة منتاز به اول مرة لعبوا الدورة منتاز فده يقول ان انت اشتغل معهم الشهور ده كله ويطلعوا بالشكل الكويس ده ده حاجة كويس تفصيب لهم لكن اهم حاجة بقى احفاظ عليه اكيد كنت لسه اقول لك النقطة دي اكيد اكيد يعني مش عايزانة تفرق لان حدرك عامل شكل كويس جدا كمان شملت سبيتلي ظاهر بشكل ولا اروع مع انه ضيع فرص في التالت متشاهد بصراحة مش في الماتش النهاردة بس بالضبط شملت سبيتلي كان لازم يبقى ياخد هتاف الدوري يعني اللي لسه كنا بنتكلم عليه والله بالضبط بالضبط لكن هي ظاهرة صحية ان انت بتهاجم وضيع جوان بس دي اكيد بالاخر انت عملت له ايه يا كبت انترار حبيبي عملت بشملت ايه لا بص شملت امكن انت اعملت معايا مدخلة بالضبط قبل الدوري مايبدأ و قلتلي بصشملت بمتلي السنتين اللي فاتوا ما كانش شملت بمتلي انت جاله الناج الاهلي والادارة الغالب شوية عندنا الادارة اللي قبل كده مش الادارة الموجودة ديوقتي الادارة اللي كانت موجودة قبل كده غالب شوية في الطلبات الغالب عشره هم طلبوا خمسان مليون الولد نفسياً بأحبض الشكل كتير طبعاً لنجيلك الماضي الآلي وانت سنك مثلاً 25 سنة أو 24 سنة حاجة يعني كبيرة يعني الولد بأحبض الشكل كبير أنا لما كنت في يناير بفات الولد مكانش موجود خالص كان بيلعب كده ربع ساعة بتاع كان نفسي يتطعب يعطي معاه وانتقولوا يابني انت دلوقتي ما انتش معايا أنا مش عايزة بجسمك بس لا يتيجي بجسمك وعقلك وكل جوارحك معايا يقول له سنة وانت طيب تاخد بعض اكتبش قال له كابتن انهانش قلت له بسلامة قلت له بكيوز ان هو ياخد بعض اكتبش والله يا ميدي دل حاضر بعد اربع تيام ليته جاي قال له يا كابتن انا اشتغل معايا قلت له لا تشتغل معايا ببق كده مش عينفع اشتغل معايا بكل جوارحك اهلا بي اغلتش معايا بكل جوارحك قلت له سنة طيب اشتغل معليك مكان قال له انا معاك وانت يعني حبيبي وهو بيحبيني جدا ولد واقنعته والحمد الله يمكن الادارة اقتنعت بعدما كانت عندها رغبة شديدة جدا في رحيله انا تمسكت بيه لان هو العيد مهم جدا جدا فبالتالي قدرت ان انا اقنع ادارة ان هو يتنى والحمد الله يمكن الشميلس بيكل الموسم ده مختلف عن اي موسم تاني لعبه يمكن رجعنا الشميلس بيكل اول ما جئ من اسيوبيا من حوالي خمس ست اثنين عندما كان يشتغل مع الناعب بشكل جيد وخل الأقل يطلبه فتعامل نفسي اميده مهم جدا طبعا الكباتين عندك وسامة وكبت الخالد جدالة كابتن ابراهيم عبدالصمد كابتن سامة عربي كابتن محمد حشيش كابتن ابراهيم عبدالصمد وعايته انه احنا نديره فلوس ونديره حق كلها والحمد لله ماشيين بشكل كويس مع الادارة هذا الموضوع وهو الولد بقى فرما وشتغل بشكل كويس والحمد لله تعامل نفسي والله مش اكدر اميني يعني انا عارف كابتن احنا كنا منقول من ضمن او انا قلت بصراحة شخصيا من ضمن اسلحة كابتن طار ايحة هو حب اللعيبة لكابتن طار ايحة اللي هو بيحسسهم فعلا باهميتهم عنده بحسهم فعلا هو اب قبل ما يكون مدرب انا بتمنى لك التوفيق كابتن طار ايحة مربع الزهب يعني ولا ايحة مربع الزهب يا طار ايحة مربع الزهب ان شاء الله وليه مش تموح اكبر لا احنا عايزين نقعد في الدورة يا جميع الله الله تبت معي الدورة لا لا بص والله حقيقة بص انا بص انا معاك انا معاك ابراهيم عبدالصمد وثماء عرابي وكابت الخالد هدله دو مدربين يعني السماء يكنسيني لكن كابت خالد ووصي خالد برضو وكابت خالد بقى جوزيني شوية كابت خالد جدا الكورة يا جميع مادش كدير المهم تستمر لازم تستمر على نفس الروح ونفس الاداء عشان تحافظ على المربع الزائد عن اطاله لكن لما تجد في التيم بالكامل مش مطلوب منك غير لما كنت تبقى في الدورة في شكل كوي اكيد ليه اسم وكابت خالد جدا وكابت خالد جدا نحاول نرجع للشخصية دي بتاعت الفرقة بشكل تدريجي ان شاء الله بسم الله بصراحة يعني في ناس دايما لما تيجي تسني عليهم الناس يقولك لا ما تسنيش علشان هم ممكن ياخد الكلام لكن انا دور انا بصراحة لازم اقول بكل حيادية بكل احترام لحضراتك ماشيين كويس جدا حاجة صورة مشرفة فعلا للكورة كورة حديثة جدا لازم اديلك حقك انت بقى حضراتك تستقبل المعلومة ازاي او اللعيبة استقبلوها ازاي لازم استقبلوها بحاجة جباية جدا وتكسروا الدنيا ان شاء الله السنة وانا ما ادربش على طار ما ادربش على طار انا كابتن محمد حجيش حسوا حبيبنا ازايك عامل ايه انا عمال اقولك كابتن طار لا ميدو لا لا ندفع واحدة السنة انتار بالتوفيق كابتن طار وان شاء الله نبريك لك كل مراكدة بإذن الله توفيق البنا معاك كابتن طار يحى المدير الفني لفريق بيت روجيت شكرا على ذنب نرجع التاني بقى هو قابل فريتين جامدين اوي الزمالك والاسماعيلي في بداية الدوري ومش سهل انه يقابل فريتين زي كده فاجئنا كلنا وفاجئ الاسماعيلي والزمالك انه بيلعب ضغط في نص ملعب الخاسف روالا حرم الفريتين وخصوصا انهم بيعرفوا يحضروا الهجمات عن طريق التمريرات الصغيرة بالذات في ملعب الاسماعيلي وبالتالي كان اغلب اللعب عند مرمى الحضري في نص ملعب الاسماعيلي وبالتالي الاسماعيلي مجاتلوش اي فريص وبرغم من منه بيلعب ضغط على فريتين جامدين انما بكلي جالوا فرصة انفراد تام بالحضري وضياح فالحقيقة حالة عاملها وعملها النهاردة يعني الشرط الاولاني كله لعب في نص ملعب خصم ودي دجلة وقدر يسجل جنين وبرغم منهم ضياعوا مثلا 3-4 جوان احنا قلنا النتيجة هتبقى تقيلة انا وكابتن اسامة عدين وكابتن حشيش قلنا النتيجة هتبقى تقيلة اوي الشرط التاني لو فضلت الامور كده بس هو برضو طريح الحقيقة كلم بواقعية ما يقدرش يعمل ضغط في نص ملعب الخصم تسعين دقيقة لان دي بتتطلب بتحمل صرعة كتير اوي صعب يعني الماتشات غريبة من بعض صعب جدا ان اللعبة هتستحمل القصة تسعين دي فهو كويس ان هو غير تاني شوت وابتدى يلعب من نص الملعب ويقابل من نص الملعب وابتدى يهدي ويعتمد على الحاجات المرتدة اللي بي برضو ما شاء الله الله اكبر بيجدها بتوجد تمنياتي لي بالتوفيق ان شاء الله يا رب كابتن حشيش هو مصمم ان انت بتضرب اه مصمم لا هو مكنش عارفين اللي اعلم انا بقول ان ده وضع طبيعي بالنسبة للبترجيت السنة دي اعتقد ان تريحة بدري جدا عن اي حد اخد لعيبة اختار مجموعة من اللعيبة مش بهم فترة اعداد كبيرة جدا جدا عمل متشاط انا سمعت في حديث بيقول ان انا احفظ في اللعيبة احفظ في اللعيبة فترة جيرة جدا جدا والتحفيز ده مهم جدا جدا بالنسبة للفرقة برضو مكوناتها او اللعيبة تلاتة رباحة او سين في المئة منها اسامة لسه يعني جداد على بعض فالموضوع ده فرق معه جدا وبان في البداية طبعا التجانس اللي موجود عكس طبعا فرقة ودي دجلة فرقة ودي دجلة يعني انا كنت مرائب للمطش بتاعهم اللي فات مع الجونة وبتفرجت على المطش يعني من الملعب انا شايف ان دجلة لازم يلحق نفسه من دلوقتي لان مشكلة المدرب اللي عندهم مدرب اجنبي طبعا ما عندوش اي خبرة طبعا بالدورة المصري مش عارف اللعيبة مش عارف الناس اللي موجودة خالص مصر يلعب بطريقة المدرب الكويس اللي يلعب على امكانيات اللعيبة بتاعته انا شفت من البداية في المطش خلي بالك اسألك بالسؤال ده السؤال مهم جدا ان تلعب بامكانياتك انت كمدرب ممكن انا يكون عندي طريقة وطريقة كويسة بس لا تناسب الافراد اللي عندي الراجل مصمم انه هو حتى الاكر لحظة هو مغلوب 2-0 ومصمم انه هو يلعب من تحت خالص والمحمد عبد المنصف يلعب الناس من تحت المدافعين المدافعين مش على الدرجة المستوى العالي انه يقدر يبدأ من تحت مع حارس المرمى محمد عبد المنصف يمكن المطش اللي فات مطش الجونة غلط في الجونة الاولاني برضو في التمرير بينه وبين المدافعين وتسبب في الهدف الاولاني برغم انه شال حوالي يمكن 3 او 4 هدف محققة للشوت الاولاني والنهاردة شاي والنهاردة برضو يعني شاي بص النتائج بتاعتهم عاملة ازاي وبالرغم كده محمد عبد المنصف عامل يعني بداية وموسم كبير جدا الشوت التاني الشوت التاني الفرقة مغلوبة اتنين يا كابتن ابراهيم وهو برضو لسه عايز يلعب من نص ملعبه وعايز يدور الكرة اسامة في نص الملعب وبعدين واحدة طبعا الكلام ده من فعال الدور المصري له طريقة معينة طريقة لعب معينة ولو لعيبة معينة تنفع في الدور المصري اصحاب خبرات انك لما تكون في ظروف معينة زي دي لازم تغير طريقتك لقوة متمسك بالطريقة ويمكن قالها النهاردة ان انا افضل مصمم على الطريقة بتاعته بغاية ما الفرقة بتاعته تستواب اعتقد ان ده لو استمر بالطريقة دي مش هيلحق نفسه لو ماتشين ثلاثة اربعة بالشكل ده مش هيلحق نفسه وبعدين هو حتى الماتش اللي فات يمكن برضو من الحاجات اسامة متفرغ هو الجهاز عنده برضو واحد يوناني معاه متفرغين ان هم يتكلم معه الجهاز والحكم على الانذارات ادي انذارات مش بصص خالص لعيبة مفيش اي اشارة اي اشارة اي لعيب او انه اي قدر يتكلم اللعيبة فدي برضو اعتقد انها ممكن تأثر عليهم في فترة اللي جاي يعني كابتن اسامة كابتن طريحة لما بتكلم معايا بتكلم بيقول ان انا عارف ان كانت ضعف دجلة خصا كمان في خط الدفاع بتاعهم لعبت اول شوت ضاغط من اول ثانية الاخر ثانية عشان عارف ان هم كده كده نفس الكلام اللي كان فيه كابتن حشيش في مبارات الجونة الجونة ثلاثة واحد برضو نفس الكلام عارف ان هم يغلطوا وغلطوا ويعني غير الاهداف اللي بتسبب فيها او اللي ضيعها شميلس بيكتر بالرعونة بصراحة كابتن طريحة قال عليها ان هو من الضغط ده كان ممكن شميلس يحرز اهداف لكن هم احرزوا اهداف بطريقة تانية بلعبهم هم مش ضغط لكن اخطأ وكان ممكن يجي فيهم اهداف اه كابتن حشيش بقول الراجل مصمم على الطريقة بتاعته دي انا بصراحة بحترم اللي بصمم على الطريقة بس تكون طريقة نجحة او طريقة هت يعني مش هتنزله شايف المدرب او خلينا في كابتن اسام عربي انا رايح مثلا امسك دجلة انا عندي فكر وعارف اللعيبة بتاعتها ايه هل انا ممكن اطوع فكري اللعيبة ان هم هيستوعبوه وده يحتاج شوية تعب ولا هلعب على امكانات لعبتي انت اه الطبيعي انك انت بتلعب على امكانات اللعيبة في المقام الاول انت لما بتروح فرقة بتعرف امكانيات القوة اللي عندك ايه وامكانات الضعف ايه وبتحاول تلعب على هذا الاسلوب اه ده نمرة واحد او بالطريقة دي لكن اه الموقف كمان في الجدول ساعات بيجبرك انك في مواقف معينة بتلعب بشكل معين عشان البنت مهم جدا في تجميع النقاط عشان سواء انت بتنفس على دوري سواء في وسط الجدول سواء بتقرب من القاع فالتوقيت بيبقى مهم جدا وامكانيات اللعيبة اللي موجودة مهمة جدا في موضوع اختيارك لطريقة اللعب صحيح كل مدرب بيبقى مقتنع بطريقة لعبة اكتر رغم انه الطبيعي انه كل طريقة لعب لها نقاط قوة ونقاط ضعف اي طريقة لعب بتعتمد على نواحة هجومية ونواحة دفاعية كل طريقة مقاومات في الهجوم ونقاط قوة مقاومات ضعف في حاجات معينة مقاومات قوة مقاومات ضعف في حتة معينة كل طريقة لها نقاط قوة ونقاط ضعف هو الطبيعي ان انت بتشوف اللعبة اللي عندك ايه عندهم مثلا كافاني وسواريز اتنين راسين حربة من احسد راسات حربة في العالم لما مدرب بيروح فرقة زي دي ومش عايز يخسر واحد فيهم بيلعبهم الاتنين بس بيطوع المجموعة الباقية على طريقة اللعب بالاتنين دولت مش شرط بقى ان انا اروح في فرقة هلعب واحد مثلا وانا فكري ان انا هلعب واحد بس لقيت اتنين مميزين او ممكن هلعب استغلهم فهي المدرب محكوم شوية باللعب اللي موجودة وموقفها في الجدول وامكانيات النادي هو عايز ايه عايز بطولة ولا عايز بقى في النص ولا فرقة مثلا لسه في منطقة معينة فدي مهمة الاتنين مع بعض لكن الاساس انك ببقى عندك انت اصلوب بتفضله كمدرن انا ممكن لو ننفع يجيب حد من دجلة ممكن لانه بنتكلم في موضوع مهم جد بالنسبة لفرقة بتروجيت مفيش شك انه فعلا في المطشات اللي فادت كانوا هايلين في مطش الاسماعيلي والزمالك وضيعوا جوان كتير اقوي النهاردة قعدوا حوالي قبل ما يجيبوا الهدف الاولاد ضيعوا اكتر من كرة باخطاء من خط الدفاع في ديجلة لانه متحفظين انه لازم يبتدوا من تحت او ففي مواقف لازم ما ابتديش بقى خلاص من تحت لانه كل ضغطة بتعمل هجمة خطة خصوان كمان انا كالعيد كمان يا كابتن اسامة لو كل راحت مني انا في التحضير مرة واثنين انا كمان ما عنديش سكة ان انا بقى استيد انتين وعمل الوقت كمان يا كمان عمل الوقت في المطش كمان يا اسامة ولسه عايز تحضر من بدري اوي برضو مش هيسعف ان كل وقت ممكن ما فيش شك في كده حتى في توقيت المباراة ونتيجتها بيأثر طريقة اللعبة ولكن النادل بترجيت استحق المباراة النهاردة اخطاء كتيرة في الخط الخلفي لديجلة لتصميمهم على اللعبة بسلوب التحضير من تحت حتى في ظروف صعبة شاملس بيكل استغل خطائين وقدر يجيب جنين واضعوا اكتر من هدف ديجلة حاولوا ولكن على استحياء يعني مفيش خطورة كبيرة اوي فيه كرة او كرتين كان ممكن يدخلوا بس الاخطاء كانت كتيرة في الخط الخلفي وفوسط الملعب اكيد يعني عايز افكركم ان دلوقتي ما فيش حاجة اسمها اصل ارضي وهكسب وجمهوري وهكسب بالنوضوع اختلف تماما بدليل يعني باستثناء مباراة الزمانية والتحاد السكنداري حرص حدود خسر في ملعبه ديجلة خسر في ملعبه المصري خسر كانت مباراته المقاولين العرب كانت مباراته اسموحة اتعادل تلاقع الجيش كانت مباراته وخسر هل الارض بتلعب مع اصحابه او لا تعالوا تشوف التقرير ده ونرجع لحضراتك تحت عنوان الارض لا تلعب مع اصحابها ازدل ستاره على مباريات الجولة الثانية من الدور المصري فباستثناء الفوز الكبير الذي حقق اوز مالك على ضيف الاتحاد السكنداري بخمسة اداف مقابل هدف كانت دقية النتائج بالنسبة لاصحاب الارض التعادل او الهزيمة شهد لقاء الزمالك والاتحاد ايضا تسجيل محمود كهرباء هدفا يعد اسرع اهداف الدور وكان في الثانية الرابعة والعشرين من بداية المباراة شهدت مباريات الاسبوع الثاني تحقيق ستة اندية للفوز الاول لها هذا الموسم وهي الدخلية على حساب حرص الحدود بهدفين مقابل هدف الاهلي على المصر البورسعيدي بهدفين من دون رد الجون الذي فاز على وادي ديجلا بثلاثة هدف مقابل هدف مصر المقاصة عقب فوزه على المقاولون العرب بهدفين لهدف وامبي الذي حقق فوزا كبيرا على طلاع الجيش بثلاثية نظيفة بالاضافة الى الزمالك في المقابل فشل الثمانية اندية في تحقيق الفوز الاول لها في بطولة دور الممتاز بعد مرور جولتين على انطلاق البطولة وهي حرس الحدود الاتحاد السكندري طلاع الجيش وادي ديجلا المقاولون العرب نجوم المستقبل بيتروجيت والاسماعيدي من ابرز ظواهر الجولة الثانية ايضا استمرار فريقي بيتروجيت ونجوم افسي في تقديم مستويات طيبة للمباراة الثانية على التوالي ورغم ذلك لم يحرز او تستقبل شباكهما اية اهداف استطاع فريقاء الدخلية ومصر المقاصة في الاسبوع الثاني للدوري من تحويل تأخرهم بهدف للفوز باللقاء بهدفين مقابل هدف على حساب فريقي حرس الحدود والمقاولون العرب على التوالي شهدت مباريات هذه الجولة تألق العديد من اللاعبين وان كان من ابرزهم محمود الشبراوي لاعب الجونة الذي احرز هدفين لأقود فريقه للفوز على وادي ديجلاب بثلاثية مقابل هدف وايضا نوحواء اللاعب امبي واحرز هو الاخر هدفين قاد بهما فريقه للتغلب على طلاع الجيش بثلاثية نظيفة تم اشار الكارت الاحمر لكل من احمد فتحي حمزة لاعب حرس الحدود واريك تراوري من مصر المقاصة ارتفاع المعدل التهديفي واثارة وقوة ومفاجآت شهدتها مباريات الجولة الثانية من الدور الممتاز ويتبقى فقط عودة الجماهير للمدرجات حتى تكتمل الصورة الجميلة لكرة القدم المصرية اشتركوا في القناة يعني فعلا باستثناء مباراة الزمالك اللي انتهت بخمس اهداف مقابل هدف كل الفرق اللعبة العرضها خسرت هذا الاسبوع في الجولة الثانية وحتى فيه كمان تعدلات لكن قبل ما نسيب مباراة الدجلة وبترجدت كان الكابتن مباراة عايزي عليك اهو تعقبا على كلام كابتن وسامة كلام طبعا محترم جدا بس المدارب لما بيجي بيبقى عنده طريقة مصلة للليل عبية انما لما بيلاقي امكانيات اللعيبة لا تناسب هذه الطريقة سهلة جدا وبالتالي بقى فترة الاعداد عنده الفترة الكافية عشان كده احنا منطالب دايما فترة الاعداد تبقى فترة كافية عشان المدارب يتعرف على امكانيات اللعيبة اللي عنده وبينفزه عند دريل ماتشات التجربية بينفزه الطريقة دي لا الطريقة دي مش نافعة طب نجرب الطريقة دي لغاية لما يوصل للتشكيل الامثل والطريقة المصلة اللي تناسب قدرات اللعيبة اللي عنده قبل بداية المصل قبل بداية الموسم خالص قبل بداية الموسم بفترة كافة مش هجرب في الرسمي مجربش في الرسمي أجيد جرب يا كابتن أبراهيم في فترة لا أخطاء هو باين أنه مجربش لا أخطاء ودي دجلة أبو كباتن أخطاء ودي دجلة متخررة في الثلاث متشات بالزبط البطء الشديد في التمريج التهاون والاستهطار في التمريات اللي من برى الملعب لجوه الملعب مع وجود خصم مبرقبوش الجانب الأعمى وبالتالي بيكلي النهاردة ورى الناس كلها يعني ورى الناس كلها ومش متراقب الجنين اللي بدهم في الجنا المتش اللي فات مع الجونة وهم بينف اللعيب اللي جاب الجنين مش متراقب في الجنين اللي جابهم بالزبط شغر nerd اللعيب اللي فلا المدافعين واقفين بالرقب الكرة وسبين اللعيب وراهم في الجنين الثاني والثالث حضرة ركعريف يا كابتن مش معقول إحنا كنتفرج م كان لفهود مش هنعرف أكتر من مدرّد دجلة لكن في مشكلة كبيرة جداً اتكلمت مع كابتن أسامة فيها اللعيب اللي هو اسمه فاسيلوس اللعيب اليوناني اللي جايبه المدرب اليوناني المفروض اللي هم هو بيحضر فالمفروض لما تيجي تحضر بتفتح السردبكين عشان دي طريقة في التحضير يعني طبعاً بتيجي تحضراتكم عارفين أكثر مني لكن بتفتح السردبكين وبينزل حد من الدفندرين عشان يستنوا ويبدأ يلعب الناس المشكلة ان انت اساساً ما بتعرفش تسلم او بتسلم وكرة بتقطع منك علشان تصحح خطأك خلاص الكرة بتروح من الراجل اللي اسمه فاسيلوس بياخدها اي لعيب بيلعب خلاص المساكين عبارما بيرجعوا تاني خلاص مش هرجعوا لانها خلاص انا منواجه للجون فعشان ترجعهم تاني يا كابتن موانو بقى صعب جداً شكذا سألتك وبيلعب مساك وبيلعب ليبرو وبيلعب ديفندر عادنا نتكلف بيها الشوت التاني عشان الاخطاء اللي كان بتحصل اخره شوية سقطتوا جامد سقطتوا جامد الشوت التاني لكن الشوت الاولاني كان بيلعب قدام اسمه العزب ومحمود مرع الشوت التاني كان بيلعب بينهم في معظم فترات اللقاء انا بس يعني على اعيز اقوله ان طريقة اللعبة مبتكسبش يعني ده لازم يبقى الناس فاهمة كده طريقة اللعبة مش اللي بتكسب يعني واحد يقولك ان الطريقة المثالية مثلا اربعة اتنين ثلاثة واحد او واحد يقول الطريقة المثالية 3-5-2 او واحد يقول الطريقة المثالية 4-4-2 لا هو ما يقوم باللاعبين داخل الملعب التنفيذ في الواجبات الهجومية والواجبات الدفاعية الامثل هي دي اللي تحقق لك النتيجة ولذلك التفكس العالم اللي فات لما تجي تشوف مثلا فرنسا اللي خدت البطولة بتلعب مثلا 4-2-3-1 فرقة انجلترا بتلعب 4-4-2 بلجيكا مثلا لعبه 4-3-2-1 ولعبه 3-5-2 لعبه 3-5-2 بلجيكا يعني فكل فرقة بتلعب بتحاول تجيب افضل ما في اللعبة من القدرات الدفاعية والقدرات الهجومية يبقى اذا هي الطريقة مش بتكسب وتنفيذ الواجبات هو ده اللي بينجح الفرقة يعني اكيد اكيد عايز سعلا على الحاجة تانية انا عايز اقول اضافة برضو لأسامة ان المدرب ممكن يكون حاطة طريقة لعبه معينة وينزل الملعب يلاقي الفرقة التانية بتلعب بطريقة معينة لازم يغير طريقة اللعب داخل الماتش عجلن تتناسب مع طريقة لعب الفرقة اللي قدام لا انا بعترت ليه بقى لا انا كمدرب ايا كان الفرقة اللي مسكها انا بحقص لعبتي اسلوب معين كويس لازم افرضه على الفرقة التانية لو هي فرضت اسلوبة عليا لأ ده موضوع تاني بقى طب انت لو حنقول مثلا فرقة تلعب هتخش في الامكانيات ايو بخذلك مندي ملح نفذلك ده بقى يعني انا مثلا انا بلعب النادي الاهلي مثلا اللي هو بطل افريقيا وانا معاي فرقة صغيرة مش شرط ان انا بقدرات العبتي اللي عندي هقدر افرض بلعبية اسلوبة على نادي ايه مختلفة اه لا يعني انا لو مثلا بلعب فرقة متعودة تلعب مثلا راس حربة واحد وفجأة نزلوا المطش ده بلعبه بتنين راس حربة اوسامة ايه انا لازم اغير من الشكل بتاعي وارجع مثلا ديفندر اللعبه مساكت يعني ده اللي قصده ان انت لازم تغير من اسلوب لعبك نتيجة للفرقة اللي قدامك انت نزلت بطريقة لعبه معينا وما قدرتش تزبط على فكرة فرقة بلجيكا كانت افضل فرقة عندها مرونة في الموضوع ده بالتغير بزبط يعني تلاقي اللي هو هازر ساعات يلعب عطار في الشمال خالص وساعات تلاقيه في ماتشات تانية في العمق تلاقي الواحد الديفندر اللي بلعب في الليفربول دي الفرقة اللي كانت تاخد كسر عاد انا عشان بص المرونة والسامة اصده على المرونة في الجناح ايمن ساعات كان بلعب الديفندر تتكلم في هازر ده في ماتشات لعبه ثلاثة برقس ثلاثة سرزباكات فبرضو الفرقة طبعا كل ما مستوى الامكانيات اللعبة بتاعلى بيقدروا يغيروا في اسلوب اللعب في مواقف معينة يعني لو المدرب الثقافة بتاعت اللعب هل بتساعدك ان هم يستوعبوا فكرك أليه طبعا وطبعا يعني حتى الثقافة طبعا في اللي ما يبقى مستوى التعليم والمستوى اللي هو عايز فيه كويس كل ما بيقدروا ينفذذك اللي انت بتقوله يا كابتن ميدو ما كانش هيبقى فيه لعيب ثمن ورقم الفلاني وفيه لعيب ثمن ورقم الفلاني وليل الاندية الكبيرة برسلونة وليل مادريدو بتدور على الأحسن لعيبة في العالم لو هو عنده لعيبة عادية مش هياخد بطولة أوروبا ولا لتعم الفلاني بحيس ان هيدربوني جو طيب نروح عشان وقتنا بدأ يعني يخلص معاكم بصراحة بصراحة نروح لأهم لقاءات الأسبوع التاني وأكيد كانت مبارات النادي الأهلي مع النادي المصر وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقبل لشيء وقلت لكم ان باترس كالترون بأكد عليكم تاني وبأكد لنا المتأكد من الكلام اللي بقوله باترس كالترون عايز يكسب ثقة جماهير النادي الأهلي اللي هتدي له ثقة بعد كده ان هو يعمل كل اللي هو عايزه لو كان باترس كالترون يعني استنى شوية كان ممكن يكسب النادي المصري بأكثر من هدف لكن هو اكتفى بهدفين وأمن عليهم علشان ياخد ثقة في فريقه وياخد ثقة من جماهير النادي الأهلي بهذا المكسب الكبير علشان بعد كده هو ياخد الثقة اللي ممكن يعني عبيها زي ما هو عايز وزي ما عايز ينفذ فكره مع لعيبة النادي الأهلي كابتل نبراهيم أبدأ بحضرتك النادي الأهلي عنده اتباطات كتير قوي البطولة العربية والبطولة الافرقية وفيه لعيبة منه هتتخذ منتخذ مصر فهو بيلعب بيلعب الأد الماتش الهدف اللي هو نازل به فيه لعيبة عنده لسه مستوى اللي يقع عندها مكملش زي مثلا ولد مصري ماهي ده هاي أكثر من ممتاز طب أنا عايز أخد رأي حضرك في حاجة حضرك يعني ما شاء الله عليك يعني مش رأي يعني شاءتي مجروحة في حضرك حضرك مع الرأي لما تشوف مثلا كابتل قسامة عربي مدرب كويس تروح تقول له كابتل قسامة انت مدرب كويس وانت 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 ولا تبقى خايف من رد فعلي كابتل قسامة ان هو يتغر بقى زي بنا نقول بلغة الكورة وإيه الصحة كابتل اننا اقول لناصر مهر انت لعيب كويس ولعيب هايل وليك مستقبل وممكن يجيلك عقود احتراف وممكن تبقى لعيب في مستوى تاني خالص ولا ممكن يفهم الكلام غلط ايه الصح ما انا عميه لا لازم اقدي اللعيب ثقة في نفسه الاول ولازم اقول له ان انت كويس وان انت هتكسبنا وان انت لو تحفظ على تمرينك وعلى مستقبلك وعلى نومك وعلى اكلك وعلى شربك وعلى تمرينك ان انت هتبقى حاجة كويسة لا بالعكس ده دي بتزود اللعيب وبتقرب اللعيب من المدرب اللي انت بتقول بقى عليه مع طائحة مع اللعيب ايه كل ما اللعيب بيقرب من المدرب و المدرب بيقرب من اللعيب دي بيحس انه أخوك كبير أبو فبتفرق كثير قوي فأداءه في الملعب بإمكانه بلزوده هم تزوده وستينوا قطة قميده في كلام بتاع كابتن برايز اتزوده بأكمل عشان بأكامل عشان هقول الجزء التاني يعني هل الاعلام لما بيتناول لعيب معين بيشوفه مثلا لعيب أي أن كان في الأهلي زي مالك إسماعيلي، أي أن كان أم بي، أي أن كان فبيشوف لعيب عمل ماتش حل فطبيعي أن هو يسني على هذا اللعب قولنا والله احنا شايفيني كابتن أسامة مثلا متفرج عليه كابتن حشي حضرك بيقول إن اللعب ده فيه إمكانيات وفيه ممكن يبقى لعيب على مستوى علي جدا ممكن يحترف في أكبر الدوريات في العالم هل اللعب هنا؟ ولا لعيب على المتلقي اللي هو اللعيب أنه بياخد الموضوع بحالة سلبية لأنني خلاص لا لا بقى دي واجب المدرب اللي في الملعب بقى بتاع النادي هل دور الإعلام؟ لا مو الأعلام لما بيزودها ده دور المدرب الجهازة الفنية اللي في النادي إنه هتهدي اللعب شوية وتهديه أعم تكويس كل حاجة بس لازم لعبك بمصلحة لازم يبقى فيه توازن لازم يبقى فيه توازن بين الكلام الكبير قوي ده بتاع الإعلام اللي هو ممكن يبوز أي أي لعيب دي النقطة اللي أتكلم فيها أهلا عايب بالعيب في اللي بيقول ولا لعيب في المتلقي المتلقي لو المتلقي بس اخدها بصورة يبقى مش نهيب إعلام لا لا تمام عشان بس نطلع من النقطة دي خالص أنا دوري أو دور أي إعلام أو دور أي محلل هو يوسني أو يدي اللعيب حق لا الإعلام ده دور ده شغل الأعلام إنه هو بيوصف المبارد كويس جميل يقول مين اللعيب كويس أو مين اللي بيقدي ومين اللي ما بيقدي جميل نقطة مهمة بس الأجهزة الفنية هي نقطة مهمة الإعلام أنا معاهم هو اللي شايفه بيقوله بينقذ اللعيب سواء كويس أو وحش على حسب اللي شايفه إنما المدرب دور المهمة أوه كمان في الجهاز الفني الدكتور النفسي اللي موجود مع كل فريق ده مهم جدا هو مش عشان لو عمل ماشي وحش يقوله كذا ولا كذا هو في لعيبة مهما بتتكلم معاها وتقولها أنت كويسة بيفضل محافظة على الانتزال بتاعه وده الطبيعي إنما في لعيبة يميده لما الناس بتتكلم عليه شوية بتلاقيه هو بقى نازل التدريب بعد كذا بس ده مش طبيعي منفوخ على 28 ده مش طبيعي معتبد على إيه بقى درجة ثقافة اللعيبة والتربية والنشأة اللي جاي منها بالضبط البيئة هتأثر بيئته اللي اتولد فيها ونشأ فيها أسرته هتأثر المدرسة مؤسرة النادي بعد كده النادي والمدرب ليه بقى إنت لما تيجي مثلا واحد زي محمد صلاح عشان هو الشخصية متزنة هادر يحافظ على الوضع اللي هو فيه فيه لعيبة لا يقلوا بس فيه لعيبة مصريين كانوا لا يقلوا إمكانيات عن محمد صلاح ما وصلوش لواحد من مئة محمد صلاح راح من جتلهم فرص في أوروبا كانوا لقداروا بيها إن يوصلوا لمراحل زي محمد صلاح مش عايز أقول كانوا أمر كمان محمد صلاح صحيح فبرضو زي ما حاجزو بيقول تاني على طول زي ما حاجزو بيقول إنت المدرب والنادي وبتاع إزاي بيعلم اللعيب إنه يبقى متزن في تصرفاته وكده ولعيبة الأوروبيين المحترفين تلاقي فيه اتزان في التصرف في كل حاجة دي تربية ونشأة وتعليم بنشوف موضوع ده مهم جدا الموضوع ده مهم جدا الموضوع ده مهم جدا فيه أمثلة كتيرة جدا وفي النادي الأهلي على مدار الأجيال فيه أمثلة كتيرة جدا الشهرة والفلوس والكلام الكتير بوزتها على طول وفيه ناس مهما بتقعد تتكلم هو عارف نفسه عنده جوه حد بيحزبه على طول أول باول فدي فعلا رجع للتربية ومستوى الثقافة مش هجيب واحد مثلا متعلم كويس ومتخرج من كلها كويسة ومثقف لواحد برضو تعليمه على قده من بيئة برضو مش يعني جات الأضواق دي ممكن بس حدوك لازم تعمل الصح ايو بس أنا هزولك حاجة لازم تعمل الصح أنا برضو برضو علاقة المدرب باللعب لازم تكون علاقة فعلا جيدة ولكن انت من كتر التعامل مع الشخصيات بتعرف في ساعات بتضغط واحد بتلاقي بي قده أحسن واحد بتريحه قوي واحد تاني بيبقى انت مش طايقه بعد كذا واحد بتنجمه وتلاقيه بي موت نفسه أكتر ايوة 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 ما دي بقى بسبب بيقول كده لا ارجعنا الحالة السلبية رجعنا في الأخير لا تتنجم واحد لا فيه واحد لا وفيه واحد بتنجمه زي ما انت بتقول بالزبط وتعلم منه بيدي لك أكتر بالزبط وفيه واحد دي العكس برضو تيجع للثقافة والسلوك 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 اللو جايبنا اللعايب برا عارف هو متربي على ثوابة معينة اللعيب هنا دخلنا بقى فقصة يعني بس انا انا مش هرمي اللوم على اللعيب انا احترامي الكل يعني احترامي القراءة و انا مش هرمي اللوم على اللعيب انا هرمي اللوم على مدربين قطاعات الناشئين في كل الانديل لأن مدرب قطاع النشئين ليه دور مهم جداً في بناء ثقافة النشئ من أول 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين لغاية لما بيوديه الفريق الكبير ممكن الثقافة التعليمية مختلفة تماماً على الثقافة الحياتية اللي بتدهاله المدرب بتاعه بس أنا أعزو لك برضو ده كلام مظبوط ده في الطبيعي ولكن حتى في السلوك العام حتى في السلوك العام مش فيه كلمة على العيب كورا فيه برضو وحتى في أوروبا ما فيه في أوروبا فيه لعيبة استثناءات ما فيه لعيبة برضو وتعلمه في نفس المدرسة مثلاً في النادي أو مع المدرب نفسه وبرضو تنمرضه وماكملوش وعاك مليون في المية يعني فيها سنة أنا مش حاجة لجيبها أتكرت استثناءات لكننا عندنا هنا القاعدة العامة لكن القاعدة طبعاً وعندنا الاستثناءات طبعاً أنا عايز أسألك سؤال عايز أسألك سؤال ببساطة تفض هل أنت متخيل أن منتخب مثلاً بلجيكا ولا منتخب إنجلترا ولا منتخب ألمانيا المدرب والجهاز الفني بتاعه بيقعد يحفزه للمطش اللي هو داخل فيه زي ما المدرب في مصر بيعمل الكلام لا خالص خالص والمدرب عشان كده المدرب المصري مع الفرق بيدوس على الحتة النفسية أول لأنه عارف إن كنت بيسمع اللعبة النشد وطني عشان يطلعوا أي حاجة لكن ده مش الطبيعي ده مش الطبيعي عارف إن أنا عندي إيه بكرة وعندي النهار ده وصل إمتى ونام إمتى واشر عندك واجب يبقى إذن هو عارف أوسامة إنه بيعامل نفسية مختلفة ده يعني تفهم زي إنما التاني التاني محترف من هو صغير محترف في كل حاجة أعلم في حاجة جدت حاجة على يعني إضافة لكلام حشيش أنا شايف إن المدرب المصري بيغزل بيقول مش عايز أقول بيعمل كل حاجة نفسي وعداد وكلام مع واحد وكلام مع تنين أنا أقول المدرب الأوروبي المدرب الأوروبي بيشتغل في بيها أسهل بكثير يا كابتن أيوا أقول لأ حضرك ليه أنت عارف زي إيه؟ زي أنا بعتبر السواق المصري مهارة غير طبيعية يوسف أي حدا للعلق إنك إنت بتمشي تلاقي واحد جايلك من هنا واحد جايلك عكسه واحد جايلك من قدامك لكن فيه التزام هناك وفيه سوابت فالواحد ماشي على خطوط معينة فبرضو المدرب المصري بيطعب جداً المدرب مصري الكبير المدرب مصري في الفرق الدرجة الأولى الفرق الكبيرة طبعا عشان هو طلع لك أصلا طبعا هتاجع الكلام ميدر من الأول خالص النشأة النشأة ومدادبين قطاعات النشأة بيطلعه وخلاص السلوكيات بقت سابتة حتى عندما بيطل بقى باسم بوكشنا خلاص هو عايف واجباته يدو بس الحاجات الفنية الأول قبل ما يدو العمل النفسية والتأييل والحاجات دي يدو بس موضوع كليل كلام مهم جدا جدا لمصلحة الكرة مصرية عموما لمصلحة النشأة ومصلحة المدربين لازم أنا كمدرب ناشئين لازم هتم بنفسي وثقف نفسي مش دورات الدورات دي يعني مش عايز أتكلم بس يعني الدورات دي حاجة تكملية لكن هثقف نفسي بكل حاجة بصراحة عشان أنا لو فيه من المدربين عندهم مشاكل أنا آسف يعني استثنات عندهم مشاكل نفسية طلعة في الولد بيزعق بيجتمل في الولد هتطلع أساسا مش عارف حاجة خلينا بقى نبعد عن موضوع دي ونشأة نخصص حلقة في الكلام عن هذا الموضوع المهم جدا نرجع لمرات الأهلي والمصر كابتو مرايم في عجالة حالك قلت أن باتسكالترون خاد اللي هو عايز مجرار هو عنده التزامات كتير جدا فيه لعيبة لسه زي نصر مهي عشان احنا كنا نخلنا في نصر مهي بدنيا لسه مش ما يضايش يكمل التسعين ديئة فقال رياحوا برضو عشان يبتدي ونزل واحد يقوم بالضوء الدفاعي أكتر من نصر مهي شوية عشان يقدر يحافظ على الرتم بتاع الماتش ويحافظ على نتيجة الماتش فهو بيتعامل بزكاء جدا وبحرفية مع النادي الأهلي إنه عارف أن النادي بطولة وداخل بطولة عربية لازم يكسبها ولازم يبقى لعبته مستريحة وداخل أفريقيا لازم يكسبها يعني فبيتعامل بزكاء مع الماتش وبالذات في الماتش المصري وعارف طبعاً أن الحسازية اللي تبقى موجودة دائماً في الماتشات الحساسة أكيد هو عارف أن حسام حسن مدرب كبير وعارف أن هو بلاعب فرقة حلو أنه يكسبها صحيح كنادي أحي شايف المطش ده الهدف الأول كان قدام حضارك كان من كوليبالي من عرضية لعلي معلول وعايز أخذ رأيك برضو يا كابتن بعد ما تقول رأيك في المباراة عموماً فعلي معلول تحديداً تمام حاجة جميلة يا كابتن ما هو يقول أيو أيو صحيح أنا هتكلم بالصفة عامة على المباراة طبعاً مباراة مستوى أعلى من المباراة الأولانية شفنا ده من الفريق كله على مستوى الأفراد مستوى عالي شكل جمالي وشكل جماعي حلو للفريق كذا كذا التجهات كنادي الأهلي بيلعب بها بيلعب على الإجناب واختراقات وكور السابتة استفاد كمان من الكور السابتة وكور العرضية لوجود برضو كليبالي اللي هو برضو الهدف الجديد بتاع النادي الأهلي اللي حيضيف بالمناسبة برضو عايز أعلق على كليبالي في حتة كده برضو كنت أسألك أنا كنت أسألك أكيد مش هسيلك لا أنا برضو مش هسيب عشان مكانه مش هسيب هدي بس أنا أتفكرك بحاجة قبل ما تحكم عليه أنا لسه مشوفتش كليبالي تمام أنا معاك من ناحية الهجومية صحيح لكن أنا لما أشوف فرقة بدأت تضغط على الأهلي ونبدأ بقى نشوف السرهات ونشوف التمركزات بص أن أقول لك بص أن أقول لك كلبالي ده دفاعيان إيه بص بيبان الأساسيات موجودة عنده عينه على الكورة حلوة وفقته كويسة بلعب حل طبعا بلعب بدموه كويس أوي وسالس بس عنده نقطة لازم يعني ياخد باله منها ولازم تتنم عنده حتة السرعة شفنا كورتين في الشوط التاني يا أوسامة الكورة بتتلاقيه طويلة هو الساعة السمير برضو يمكن الولد التاني يعني أعتقد كان فيه فرق سرعة الولد هو من رابع المستحلات إنه ينمي سرعته خلاص دي من رابع المستحلات يبقى لازم المساك التاني ياخد باله من القصة دي لأن هي التحرك بتاعهم هما الاثنين الاثنين اللي وحيدين في المعرب المركزين اللي هو الاثنين المساكين دول مرتبطين تحركاتهم ببعض فلازم ياخد بالهم الحتة دي دي مهمة جدا جدا وكاد بينا في كورتين المطش اللي فات دي حقيق هنتكلم بصفة عامة طبعا أنا يعني نفسي المدير الفني بتاع النادي الأهلي إن هو إن هو كامتو براهيم النادي الأهلي عنده بطولات كتير زي ما أنت قلت داخل في البطولة العربية وداخل في البطولة الأهم اللي هي الأفريقية اللي أهم من بطولة الدوري ومن البطولة العربية مش عايزين نعمل زي فترات قبل كده سابقة إن احنا برضو نركز على 13 العيب 13 العيب آه السبات يا كابتن أسامة مهم جدا بس برضو إنت لازم تدي فرص لناس في ناس السنة اللي فاتت إمكانيات كبيرة كانت بعيد فبالتالي ما بتبعد مطش وثلاثة واربعة وخمسة إنت من جواك دي الكرة اللي كنت بتتكلم عليها يا كابتن آه بالضبط كده وفي كرة تانية كمان في الشوتين دي الكرة بص دي بص دي بص دي آه دي اللي خدها ساعد سامير عمل شيفت مع بص دي آه هو حتى كمان ساعد بص الكوليبالي بعد الكرة آه آه من عايز أوليك حتى هو راح سلم عليه بس هي باين بص بص بس السوى طبيعي وكان دينا في الأبلاء بس يا كابتن دي طبيعي جدا أكيد حضراتك أنا معاك آه طبيعي جدا انت تعمل شيفت مع أنا معاك ده ده هو ده طبيعي بس أنا بتكلم على الكرة الأولانية آه كان باين فيها فن السراء لو هز أهم من وراء وعدة كمان آه كدت لها الكرة أنا بقول لك عليها فأنا عايز أقول لك إن لازم إن شاء الله بإذن الله يعني يدي فرصة بقى ويشوف الناس كلها ويجرب الناس انت عندك دلات داخل المطشي نجمل بطول العربية جرب انت جرب جرب ناس عشان الدوري طويل جدا وما تشاهد كتير جدا مش هيسعفك الوقت اللي قدر له حصل بصابح أنا شو شايفين دلوتي أجيه مثلا قدامه فترة علشان يرجع فترة كبيرة تمام أستاذيناك أستاذيناك كابتن أخذ تليفون وارجل أحضرك معي طبعا كابتن خالد متولي المدير الفناد لإيم كابتن خالد أهلا بيك كابتن كابتن نيدو والسلام طبعا لكابات المصر كابتن برم عبد الصمد وكابتن قصام عراري وكابتن حمد حشي حبيبي ربنا خليكم صمد طبينا كابتن يعني طبعا أنا مش هشكر فيك بقى مش هينفع شهينفع علي شهاتي شهاتي مجروحة فيك جدا كابتن أنا قبل ما حدرك تدخل معي في الانترو بتاعي قلت ان الكابتن خالد متولي هو امتداد للجيل الزهبي لنادي أمبي بقاطة كابتن طبع بصري وكابتن يحاسمعين الله يرحمهم حقا شاربت منهم كل الخبرات اللي تؤهلك ان انت تقود امبي بطريقة مسلة وطريقة نجحة جدا جدا وان شاء الله تكمل مسيرة الانتصارات بتاعتك اللي بدأتها مع طلاقع الجيش وكان مكسب ولا اروع ثلاث اهداف ونتيجة كبيرة جدا كمان فقال بطلاقع الجيش يعني باركلك طبعا عن نتيجة وعايز اعرف دماغك فيها ايه الفترة اللي جاية كابتن خالد طبعا في بداية كلامي انا طبعا بشكرك كابتن ميدو على الدخل الجميلة دي ده أقل من حقك والله أقل من حقك طبعا انا لها الشرف ان انا طبعا اه يعني اتعلمت طبعا الاخترام قبل التدريب من كابتن طاها بس الله يرحمه الله يرحمه والخبرات التدريبية من كابتن طاها ومن كابتن إحا يسماعيل ده شرف لها وبعدين الجيل اللي كان موجود واللي انت كنت هدف الفرقة فيه انت ومجد عبدالعاة وعمب ذاكي احنا يعني نتمنى نرجع جزء منه ولكن طبعا الاجيال بتختلف يا كابتن عبد الحميد لكن بنحاول نجتهد ان احنا كابن انا من ابناء نادي انبي ان انا احاول اصحح الوضع الى حد ما اصحح الاداء احط انبي في المنطقة اللي تليق بيها فكان فيه تخطيط من نهاية الدور من نهاية الموسم اللي فات ان انا اجيب بعض العناصر اللي هي تيجي تبقى اضافة للتين احنا كل سنة بنجيب بعض العناصر وبتقعد برا او ما بتشاركش او الشراكة بيكون في حدود مثلا 25% من خلال الموسم فكنا فيه ترايز جامد جدا وفي الوزيشن اللي احنا محتاجينه تماما فكان اهم عنصر لي ان انا يكون فيه عندي سير باكين كويس كويسين جدا كنت مهتم بنصف الملعب وكنت عايز واحد اللي هو العمود الفقر بزبات يعني الحمد لله رب العالمين ان احنا ربنا كرمنا والحمد لله لسه كبتميده برضو ده ده برضو خبر جالي مبارح الفرود اللي انا كنت جايبه من ناجيريا وصل مبارح وتعاقبنا معه مبارح واحنا كنا حمزين له مكان ونزل معه الكامرين مبارح الحمد لله لايب كويس او كبتميده هتشوفه اضافة عالية جدا مهارة عالية جدا وبرضو هو كان بلعب هو ونوح في تيم واحد مع بعض حتة هتساهل الامور لي انا كنت اسألك على نوح يعني ما شاء الله هدفين مع امبي وحاجة جميلة جدا فكمان جبت كمان جنبه حد كمان تعايز ايه كبتميد الخالد لا برضو احنا نلعب والله كبتميده عارف عايزين برضو نرجع امبي انت 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 كنت اذن من ابناء امبي طبعا وعملته بطولات طبعا كبيرة جدا مع امبي احنا بيتمنى ان احنا نحط امبي على الساحة تاني باستجوب لعبها وبطريقتها بان احنا عندنا منظومة ادارية محترمة جدا مجلس ادارة محترم فنحاول بنتهد يا كابتن عبد الحميد وبنتعب وبنشتغل وان شاء الله بتوفيه بتعرب بنا كابتن هو الفرود نيجيري حدك بتقول اه نيجيري اسمه اودا اودا مرشان عنده كم سنة كابتن خالد ده 23 24 سنة حلو اوي حلو اوي حلو اوي ده حضرات تعاقدت معاه كم سنة تعاقدنا معاه هو المفروض انا تعاقد معاه ثلاث سنين بس هو يعني قال لك سنة امام تعاقدنا معاه سنتين بالتوفيق ان شاء الله كابتن يعني حضرتك قلت عملت مش عقول عملت فرق ده لكن استقدمت عناصر جدا الاحتياجات اللي كنت عايزها لنادي امبي كمان الفرود اللي هو اودا ده اكيد كمان حضراتك كنت مستني زم حضراتك بتقول اكيد هيبقى اضافة قوي نادي امبي بتقابل او بتحفز اللعيبة ازاي بعد النتائج التقيلة لحلوك بتعملها 3-0 نتيجة كبيرة جدا بتحفزهم ازاي وبتديهم دافع ازاي المبارات القادمة كابتن خالد انت عارف كابتن ميدو برضو اللعيب اللعيب المصري وخصوصا الاجيال ديت لما بيكسب ماتش بيحس ان كنا لسه بنتكلم في الكلام ده قبل ما حداك تدخل معنا مشكلة كبيرة جدا بس الحمد لله انت بالواحد بخبراته المحدودة واخد بالحضرتك احنا بنقفل الصفحة تماما انا بعيش التيم ومعيشه وطول ما انا معاه ان اي مباراة بنلعبها كأنها نهائي كافة جميل اي مباراة لازم في تحفيز في دوافع لازم يكون ليكتموح اللعيبها كابتن برحميه طبعا كابتن برحميه طبعا كابتن برحميه طبعا كابتن برحميه طبعا يعني اجهال محترمة ومتعافضة اللعيب اللي ما بيحققش بطولة واخد بالحضرتك عادي يعني ممكن يتنفي لكن طول ما انت بتحقق بطولة فانا بتمنى لازم ننافس ولازم نشتغل على نفسنا ولازم الاخطاء بتاعتنا نشتغل عليها ولازم يكون انا ليا دوافع وليا طبعا كمدرب وبعمل عملية اسقاط على التيم فلازم برضو الحاجات دي كلها والباور لازم يكون اللعيب والدوافع لازم تحققوا حتحققوا يعني بطولة بطولة الدوري اه في نادي الاهل نادي الزماني نادي اسماعيلي لكن اين بتإذن الله ما يقلش عن لازم بتحطرهم استقر في النفس ولكن بالعمل اكيد اكبت اكيد اكبت كل الحاجات ديت اللي احنا بنسوقها فيهم وتبعدوا لكن قبل كل شيء التوفيق بتاع ربنا ان شاء الله يعني اكيد يا كابتن انا بتمنعلك كل التوفيق يعني خسرت مباراة في بداية مشوارك مباراة لا تستحق فالخسارة تماما ضيعت فرص بالجملة لكن استطعت مع فريتك انت ترجع بسرعة وترجع بشكل قوي جدا تلات اهداف ان شاء الله توصل للمستوى لحضراتك عايزه المؤسسات البترولية امبي وبترشدة مقدمين مستوى ولا اروح ان شاء الله تكمل يا كابتن خالد ان شاء الله تاخد اللي انت عايزه مع نادي امبي تحاتي ليك وتحاتي لكل اعضاء الجهاز الفني مع حضراتك كل التوفيق للكابتن خالد متولي ناجم امبي والمدير الفني النادي امبي شكرا جدا لحضراتك يعني هو امبي بصراحة عامل مباراة كويسة حتى في المباراة الاولى يخسرها في اخر ثانية كان بقدم مباراة كويسة وكان هو قارب للمكساب المباراة اخيرة طبعا مع طلع الجيش عمل مباراة ممتازة وكان متفوق وقدروا يجيبوا ثلاث جوان حلوين فنتمللوا التوفيق يعني كامل الفترة الجاية امبي من فرق الكبيرة اللي عملت تاريخ في مدة ليلة ومش مكانها اللي كان السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت حقيقة كان المستوى طبعا سيء للغاية طول البطولة الدوري يعني اعتقد السنة اللي البداية دي مع خالد متولي ممكن تبقى يعني لهم شأن وجع تاني برضو من نفسها عايزين اكثر من فريق نافس في مطورة الدوري عشان بيحل الدوري ويعني المستوى بيقدم مستوى كل ما يبقى فيه تنافس بين 4-5 فرق كل ما الاحتكاج بيبقى قوي كل ما بيطلع الغرض الاساسي اللي احنا بنعجي اشتغال عليه ان احنا نطلع منتخب قوي كل ما يكون الاحتكاج قوي مع فرق قوية كل ما هيبقى اللعيبة مستوى حيتقدم كل ما يقدروا يمثلونا بطريقة محترمة في المقارات الدولية المربع الزهبي معروف من دلوقتي كذا وكذا وكذا يعني ما ينفعش طبعا لازم فيه زي ما تشوف الدوريات الكبيرة زي مثل دور انجلترا اللي نتمنى ان احنا بس نص للغاية يعني للنص الدوري الانجليزي ماتعرفش سنة عن سنة مين اللي فوق ومين اللي تحت بغاية اخر لحظة واخر ماتش واخر ديه مين بينافس وميء يعني فنفسينا نشوف الكلام ممكن يكون معدومش الاهل انا بس كنت علق على مبارات الاهل والمصري الاهل الشوت الاولاني ادى احسن شوت عمله من وجه نظري في مباراتين والاسماعيلي والمصري هو ده افضل الشوت الاولاني لكن لسه طبعا بنطمح انه المستوى ان شاء الله مع الوقت ماميستر كارترون والجهاز المعاون ليه المستوى يعلى وفيه لعيبة كتير يبتدت تحط رجليها منهم ناصر ماهر وطبعا كلبالي اللي هو الوافد الجديد فناصر ماهر لعب مميز وان شاء الله يعوض لنا بعد كده مع الوقت غياب عبدالله سعيد وفيه كمان احمد حمدي بالنسبة لكلبالي انتو كلمتوا في حتة السرعة طبعا كلنا عارفين انه الصفات البدنية دي اساسا معظمها مرتبط بالوراثة فزي ما انت قلت العداء بتولد عداء يعني بتاع الميت متر ده مش مجرد تمريد ده هو اليافه كده البيضة دي بتبقى كتيرة فهو مولود سريع حتى بتوع التحملات حتى بتوع القوة ولذلك في الاوزان الملاكمة والمصارع والكلام ده بقى في اوزان في واحد وزن فوق كذا عشان القوة لكن التحمل القوة بنمه كتير يعني تقدر تناميهم بالنسبة كويسة لكن السرعة هو مشكلة كلبالي انا اتصور مش في السرعة اكتر من رشاق يعني عنده شوية ترنات عشان الطول يعني اللي هي الحاجات اللي بتتحط مسلا من ظهر ويلف بسرعة او اه واحد على واحد يعدي بسرعة لكن هو ممكن في الجاري الطولي ده ممكن يبقى كويسة لكن اللعيب بقى الزاكي هو بيعرف يعني فيه لعيبة بس التمركزات بتفرق كتير جدا وعرف المشكلة اللي عندي ايوة فعليك اعرف المشكلة صحيح الخبرات كده اللعيب الخبرة بيعرف ان عنده دفوعات حاجة معنفة بيستخدم دماغه في الموضوعات لكن هو العيب كويس واضافة جايدة للنادي الاهلي وطبعا الهدف اللي جابه انا يعني كنت متخيل الاول ضربات الرأس بتعته مجرد انه بيوجه كده في التجاوح ديية بالزات بين انه عنده مهارة فيها محولها كويس او اللي قال مواجهها كويس او الهدف وبرده وابل كده بساروخ بالدماعه بس انا عايزة سعل اسامة سؤال ممكن ولا او بقى اتفض طب فرق يخبقى انت مين اللي ياخد دور صنع الى العرب في النادي الأهل الفترة دي طب قبل أنا هسيب لك السؤال ده وهسيب له إجابته هنطلع هنطلع نشوف تقرير طيب ما كابتن حيش فتح الموضوع نطلع نشوف تقرير عن المواهب الجديدة في الجولة الأولى والتانية ونرجع لحضراتك فرضت بعض الأسماء الشابة نفسها على أجواء الدور المصري للموسم الجديد حيث بدأت في حفر أسمائها في ذاكرة الجماهير بعد مرور جولتين فقط ناصر ماهر نجم الأهل الجديد بدأ في خطف الأنظار بعد موسمين قضاهما معارا في بيترو جيت واسموحة حيث أصبح الفنان الجديد في القلعة الحمراء بلمساته السحرية وأدائه الأنيق داخل الملعب مما جعل مجلة فرانس فوربول لإطلاق اسم الأنيق على النجم الشاب في بيترو جيت ظهر اسم أحمد زولاء الذي تألق أمام الزمالك والإسماعيلي مع الفريق البترولي وبدأ الجميع يتحدث عن الموهبة القادمة بقوة في سماء الدور الممتاز طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ظهر على الساحة أمام الاتحاد في الجولة الأولى كان من أكثر لاعبي ذئاب الجبل حركة في المباراة الثانية أمام المقاصة ليفرض نفسه على ساحة نجومية الموسم أهلا بحضراتكم من ديفيد كان الكابتن محمد حيشي بسأل الكابتن أسامة قبل الفاصل بيقوله عن دور صناع الألعاب في النادل الآلي عندنا ناصر مير عندنا أحمد حمد أحمد حمد ناصر أنا أخليك تقول رأيك فيه من وجهة نظر كابتن أسامة عربي أنا خلاص ناصر مهر يعني أقرب لعيب لصناعة اللعبة في النادل الآلي أقرب واحد إنه بيقدر يحط كرة بينية للمهاجم بيقدر يتابع وراء رأس الحربة وإن كان دي لازم تزيد عنده يعني لازم دخوله جوة 18 يزيد وزود دخوله في 18 كويس لأنه طبيعي اللي هو بلعب تحت رأس الحربة ده بيبقى أقرب واحد دي واحدة اللي جات في النادل الآلي ده مورة الإسماعيلي هو ناصر مهر من ساعة ما كان في ناشئين النادل الآلي وهو واعد وانتقاله آه طبعا دي عملة جوية يعني مورة جميلة جدا فدى لك دي من الحاجات اللي مفروض صنع اللعبة موجودة فيه أو لو هو بلعب في المكان ده لو هو تحت رأس الحربة إنه يقدر يقود الفرقة في التمريرات الأمامية بالذات وبيكمل جوة 18 فهو ناصر مهر عنده حاجات دي ما أنا أقول لك هو ناصر مهر منه هو صغير ناس متوقع له وأنه يبقى نجم في النادل الآلي وفعلا السنتين اللي راحهم في بيتروجيت والسنة اللي فاتت في سموحة ادوله خبرات أكتر أنا شايف إنه هو ممكن يكون كان متوتر شوية إنه هو ما كانش مقايد إفريقيا ممكن يبتدأ في ماتش الإسماعيلي لكن الماتش اللي قبله ما كانش موجود وسمعنا إنه هو كان يعني متضايق شوية أو حاجة فممكن تكون دي عمنا له ضغط نفسي برضو إنه هو عايز يثبت إنه هو يستحق المكانة دي لكن هو لعيب واعد ولعيب كويس وبرضو أحمد حمدي في المكان ده كويس طبعا وليد بحكم خبرته الكبيرة لما بيحتاجه في المكان دي بيأدي فكل دول يقدروا يلعبوا المكان ده بس هو ناصر المقوماته في المكان ده أقرب مكان لي وأقرب مكان للفرقة الآن كن هو بزيادة الخبرة هتبقى كده اللي كلامك هو ناصر ماهي برضو بيحاول يكتسب الثقة ويخلي الناس يوصفين فيه فبالتالي هو مش عايز يغامر ويدخل التلت الأخير زي السلية أول ما جهه كان ما بروحش التلت الأخيراني دلوقتي بروح التلت الأخيراني وبيجيب جوانه وبيشوه الناصر المستقبل لي يعني المتشاة اللي جاية كل ما رجله حدث ألف الملعب كل ما هيبقى اعتماد النادي الأهلي عليه بصورة كبيرة جدا في المكان ده أنا ليه تعليق بس عليه بس صغير يعني يمكن عشان حتة اللي هو عايز يثبت نفسه في الفترة الأخيرة دي ما أصر دلوقتي على الجماعية شوية عايز يلعب جماعية شوية مع الفرقة وبالعب فردي أكتر بس يدي اللي يعني كلام برضو كلام مهم كلموك كبيرة عن ناصر مهر ناصر مهر مستقبل أو مشروع لعيب عالي جدا عايز أقول لكم إن في لعيب تدي له ثقة تشوف حاجة تانية خالص يعني أفكركم بالنجم الكبير جدا عماد متعب عماد متعب كان عبارة عن ثقة كان مصر مانو الجوزيه كان بيسيب عماد متعب يعمل كل اللي عايزه هو عارف ومتأكد إن عماد متعب أجيب له جول في أي دقيقة دقيقة الأولى دقيقة تسعين ملك التسعين زي ما حضرتكم عارفين كان موضوع كله ثقة عماد لما تحط في موضوع إن أنا أعد شوية لا أبعد شوية ما ألقتوش عماد متعب خلص فهو الثقة بتدي كل حاجة عماد متعب أستاذ جوة الثمانتاشر يعني بيحط نفسه عارفة كوة جاية فين بيحط نفسه في المكان اللي ممكن يجيب فيه جول يعني ده بيزة تروس الحاربة إنهم بيشموا المكان اللي بيجي منه الجول عماد متعب كده بالظبط بالظبط حضرتكم أنت بتكلم على علي معلول علي معلول إحنا بنقول لناحية الدفعية قليلا عنده الفترة اللي فاتت إلا أنا بتكلم على ناحية الهجومية الناحية الهجومية عنده أولا التمرات بتاعته الكرات العرضية بتاعته يعني من النادر إن أنت تلاقي واحد بيتميز بالدقة وبالقوة هو عنده حتة الدقة دي ممتازة جدا في حتة التمرات العرضية يعني كل أوفر راح لوحد يعني عنده الميزان في رجله الحقيقة حساس جدا فأنا بتكلم عن ناحية الهجومية عنده الحقيقة آه فيه عنده تقصير في الناحية الدفعية في الفترة الأخيرة إنما بيعواضها في الناحية الهجومية إنه هو بيقدر يساعدنا إنه نحن نسجل أهداف كتير إن شاء الله لا وكمان لا لعيب مهم ومؤثر في فرقة الأهلي يكونوا إنه هو الفترة اللي فاتت كان فعلا الفترة بتاعتكاس العالم وبعد برجع من كاس العالم فيه هبوط شوية بس ما كانش هو بس أكتر من اللاعب على فكرة في فرقة الناد الأهلي في باطشين توينشيب والإسماعيلي آه لكن هو كمان بإضافة إن كراته العرضية خطيرة خلي بالك عنده التوقيت في التكملة الهجومية نموذجي يعني عنده التوقيت تطلوعه كل وقت بتلاقي الناد الأهلي في هجمة بيحط نفسه في مكانه في الوقت المناسب وطبعا مع الدقة اللي بيقولها كابتن إبراهيم بس كتير جدا بيفنشها مش مش عالي معلوم تفنشته مش عالي معلوم نعم الش فترة ممكن يكون نازل شوية لكن بطبيعة الحال لو جبت جوان الأهلي كتير قوي السنة اللي فاتت واللي قابليها من ساعة ما هو جي هتلاقي نسبة التمريرات العرضية مش قولها عشان كده باترس كارتورون بيديله حراف في العشرة دقائية الأخيرة بينزله أهو بلعبها أيمن أشرف بينزله حراف لسه أنا كنت أعلق على حتة دي إنه هو عالي معلوم عايز تركيبه يعني المتشاط اللي بيتقلق فيها جامد وبقى كويس فيها قوي مكان بيبقى أيمن أشرف ناحية الشمال عشان أيمن أشرف أساسا مكانه ناحية الشمال بقى شمال فهو لما بيلعب السرد باكل ناحية الشمال ده بيبقى مديله أريحية شوية فإنه يطلع مبقاش من الكهرب ساعات زمان تبتقول بيطلع يروح من الكهرب وعملها وعايز نرجع تاني على فكرة هو في السفاقسي وفي منتخب تونس أحيانا كان بلعب في الجناح أنا مسكت مبارات أسك بعد رحيل مستر مين جاريدو مش جاريدو لا مارتن مارتن مستر مارتن للفترة أنا اشتغلت فيها أنا مسكت ماتش أسك أنا لعبته المتسائين دقيقة كان صابر رحيل باكلفت ووو بيلعب بينها شمال تعدلنا المباراة دي وكنا نكسبه هو وضع يمكن هدف فهو بيلعب في المكان ده كمان يعني بيقدر لأنه هو زي ما كابتن براهيم قال عنده دقة في التمرير في الأوفر وبيعرف روح عجون كويس يعني فيك بيجيب جوان كمان من المنطقة دي يعني طيب تمام احنا اتكلمنا على علي معلول واتكلمنا على ناصر مال كان فيه طبعا طهر محمد طهر ده مش غريب علينا كلنا طهر محمد طهر نجم كبير جدا برضو لازم نديله حقه ونجم جايب هدف أرواح نتكلم على نجم سوبر بقى يعني مستوى ان شاء الله ده وعد يبقى حاجة كده ان شاء الله زي صلاح بالزبط وطبعا النجم الجديد برضو زولة لعيب برضو من اللاعبين طبعا الوعدين لكن برضو نبراينا على ناصر مار يبقى حاجة حاجة جميلة جدا طهر ده جاب جون في الاتحاد جون جميل او جون جميل او جايرو في بين ثلاث مدافعين السيطرة السيطرة بتصليح يعني السيطرة بتصليح جوه هو كمان اكتبتوري مسراحة المساكل اللي كان موجود ده كمان طيب او ما ليش دحوه بقى ده سايبه ده عمد تاول ده ويه سايبه غالي يا سايبه غالي بس هو عمتا طاهر محمد طاهر بقى له هو سايبه صغير ومع ذلك هو بقى له ثلاث سنين او اربع سنين بيبتدي يطلع في الفرق الاول في الماولين ولعب تمام ما تشاهد كتير السنين اللي فاتت فهو فعلا مهاجم جايد يعني تمام افكركم تاني بالنتائج الجولة التانية قبل ما نروح نشوف مستوى التحكيم مع ديوف الكرام الزمالك زي ما قلت حضرتك سب خمسة واحد الحرس خسر من الدخلية اتنين واحد والاسماعيل تعادل مع بطولوجيت سلبان بدون اهداف ودجلة خسر امام الجونة واحد تلاتة والمصري البورسعيدي خسر امام النادل الاهلي بصفر اتنين والانتاج حرب تعادل واحد واحد ما قولين العرب مع مصر المقصة خسر واحد اتنين واسموحة تعادل سلبي مع نجوم مستقبل صفر صفر طلاق الجيش مع امبي خسارة من امبي بسلاسة اهداف مقابل لشيء اه انشوف رأي ضيوفي الكرام نجوم مصر ونجوم النادل الاهلي عن مستوى التحكيم في الاسبوعين اللي تلعبوا لكن نطلع نشوف تاريخ عن الحكام ونرجع لحضرتكم على طول موسم كروي جديد طرق ابوابه منذ عدة ايام بانطلاق بطولة الدور الممتاز التي لا تعرف طريقا سوى للقلعة الحمراء لها على مدار ثلاث سنوات مضط الا ان الامال والطموحات معلقة على ان تكون نسخة الدور الحالية هي الاقوى خلال السنوات الماضية لاسيما بعد التدعيمات القوية التي ابرمتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وبنفس الاماني فالجماهير تترقب المستوى التحكيمي هذا الموسم في ظل وجود رغبة قوية لدى لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح لكن اعتراضات الاجهزة الفنية كانت حاضرة عقب نهاية الجولة الثانية لبطولة الدور وتحديدا في مباراة الانتاج الحربي امام البيراميدز التي انتهت بالتعادل الايجابي بين الفريقين بهدف لمثله حيث اشار الكابتن مختار مختار الى ان حكم المباراة احمد الغندور حرم فريقه من فوز مستحق على منافسه بعدما سجل هدف التعادل لبيراميدز من تسلل واضح كما اشار عدد من خبراء التحكيم الى ان الغندور حرم الانتاج الحربي من ركلة جزاء في شوط الثاني لمحمد رجب مهاجم الفريق ولكن بعيدا عن تلك المباراة فان المباراة الاخرى لم تشهد اخطاء تحكيمية مؤثرة خلال الجولة الماضية فيما سادت حالة من الداجة لدى عدد من ممول الاندية بعدما اسألت لجنة الحكام ثلاث مباريات لحكم الوعد بالرغم من انطلاق جولتين فقط من المسابقة وهو الحكم محمد ابو خاطر حيث تم تعيينه حكم ساحة في مبارتين الدخلية ووادي دجلة والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق في الجولة الاولى وصدف استاد كلية الشرطة بالعباسية ثم تم تعيينه في الاسبوع الثاني حكما مساعدا في مباراة الزمالك والانتحاد السكندري ثم حكما لمباراة الاسماعيلي وبيت روجيت في الجولة الثانية وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي على ارض ملعب استاد الاسماعيلية هو ما اثار حفظة بعض الحكام الذين لم يسند اليهم اية مباريات في الدوري حتى الان اشتركوا في القناة الاهلي يعني شوفنا مستوى التحكيم في الجولتين اللي فاتوا اي راكبتوا لا ونسه وانا قبل ما نتكلم عن سورة التحكيم السلوكيات اللعيبة يعني الحكم بيصفر مسلا على اي خطأ تلاقي خمس ستة لعيبة متلمين حواليه منطردين على القراش طبعا في حكام ممكن يتوتر من القصة دي وفي حكام ممكن يبقى قراراتهم صارمة فانا بقول سلوكيات اللعيبة هي برضو بتخلي الحكم يقبله ازاي اه يقبله ازاي يعني تماشي المقولين مدي لعيب انظار وهو طالع سلوكيات اللعيب اللي بتاع بيسقف له راح مديله الكارت الرحمة فهي سلوكيات اللعيبة اللي بتحدد القصة بتاعت الحكام انما انا شايف انما في مجموعة متميزة من الحكام موجودين دلوقتي وطالعين بصورة كويسة ومقدين الماتشات كويس اه بيبقى فيها اعتراضات خفيفة حاجات مش مؤسرة انما بيعترضوا على قاوت يعترضوا على افسق يا حاجات كلها مش مؤسرة انا شايف ان التحكيم ماشي كويس السنة دي وانا تمنى لهم ان شاء الله بإذن الله دوام التوفيق يعني يا رب كابتن حشيش التحكيم من السنة اللي فاتت بالتحديد من الدور التاني مش هنقدر يعني ان نحكم عليهم في الاسبوع التاني او التالي تعزيم برضو لسه اتخذ بالفورم الاخطاء اللي حصلت لسه عشان الماتشات مش حساسة سواء مدخلتش في الجد فعدت يعني من يعني في حالتين مثلا زي الجون بتاع الاهل في الاسماعيلي والكورة بتاعت كوليبالي وازاروا حطها اللي متحسبتش والكورة بتاعت كهرباء والجون بتاع بيرامدز في الانتاج الحربي يعني الاخطاء دي في البداية ممكن يكون برضو تأدير حكم بتاكملة صغيرة بس الكلام بتاع كابتن ابراهيم سلوك اللعيبة سلوك اللعيبة كابتن ابراهيم ده نابع من سلوك الاجهزة بتاعتهم انا براقب مرشاة الدوري ممتاز بشوف بشوف الاجهزة برا يعني لازم اللعيب جوه يعمل اكتر من كده اذا كان المدير الفني او الاجهزة او الجهاز المعاون بيعملوا حاجات غير عادية في كل كورة حتى في الكورة اللي هي قوت او حاجة والناس بتزعق وبتتخاني وبتعمل مشاكل كتيرة جدا وبالتالي اللعيبة بيقالت طبعا طبعا تمام كابتن ابراهيم بصفة عامة التحكيم عامل مهم جدا في الكورة يعني من اهم العوامل ما فيه شك انه انه اللي هو العدل المطلق ده مش اللعيبة لغيره عند ربنا يعني يأكيد فيه اخطاء بتحصل هو كل المدربين او اللاعبين ممكن بيحس احيانا انه الحكم بيخطأ هنا وبيتهاون عن الخطأ هنا هي دي النقطة اللي ممكن ساعات تستفز بعض الناس العدل مع الفرقتين العدل مع الفرقتين ومع كل الفرق بمستوى واحد يعني من اول الاهلي والزمالك اللي هي الفرقة المقدمة لغاية اخر فرقة اللي هي في الجدول لو الامور متزبطة في عدلة تحكمية الى حد كبير دي بيهدي من المدربين وبيهدي من اللاعبين لانه كمان المدربين مشكلتهم انه بقى كله احنا حالتين نقول البيضة ولا البيضة المدربين برضو مضغوطين من مجالس الادارات ومن الجماهير انه سواء انت قديت او انت ما قديتش او كل المسئولية على المدرب فدي جزء لكن ده لا يمنع انه لابد احنا كلنا كمدربين نحاول نكون اكثر هدوءا في موضوع التحكيم اللاعبين برضو لازم يبقى ليهم محاضرات تاني حاجة هو بس اللي بيدايق انه يكون مستوى الحكم بدنيا او فنيا يكون غير لائق لان في احيانا في سنوات فاتت والسنة اللي فاتت فيها بعض الاحيان فيه حكام بيبقوا بدنيا مش جازين وفنيا مش جازين ف لكن بصفة عامة الغد دلوقتي الوضوع التحكيم ماشي معقول جدا ونتمنى توفيق لكابتن عصام عبد الفتاح ولجنة سريع خلص اللي فيه حكام بتحسب مثلا كورة هنا مثلا ضرب الجزاء ونفس الكورة في الناحة التاني حجم تاني هو اختلاف بس التقديرات ده هو اللي بقى المشكلة اكي اكي نورتني شرفتني كورة شكرا وكان يعني نستمتعت بالحلقة معاكم بسرعة شكرا قبل ما تشكرني بنحب نحظر الثلاث فرق دلوقتي الاداء غير مقنع في بداية الدول لو ما انتبهوش نفسيهم حيلقوا مشكلة جدا في طلاع الجيش حرص الحدود ده جه هو دي دي اكيد اكيد مش داد حزير انا شرفني ان انا اكون معاكم انا شرفت بيك انا شرفت بيك جمال محبول انا شرفت بيك والتمانياتي لك بالتوفيق دايما يعني قبل منهمة حضراتكم اقول لكم في سرعة ترتيب الدوري العام بترشد في المركز الاول برصيد خمس نقاط وزا مالك في مركز الثاني الاهلي في المركز التالت الانتاج الحربي في المركز الرابع والداخلية في المركز الرابع ايضا سموحة في المركز الداخلية في المركز الخامس سموحة في المركز السادس زي ما قدام حضراتكم الترتيب وتحاد سكنداري ستاشر واي الدجلة ستاشر وحرس الحدود طمان تاشر دجلة والتحاد متساويين في كل حاجة في المركز الستاشر مباراة الأسبوع الثالث إن شاء الله يكون الجنة وحرس الحدود الساعة أربعة والدخلية والإنتاج الحربي أيضا الساعة أربعة أمبي واسموحة وبترجدت والمصري وتراعي الجيش والأهرام ونجوم مستقبل والمؤولين العرب التحاد السكندري والإسماعيل ده الأربعة بقى إن شاء الله نجوم المستقبل والمؤولين العرب التحاد السكندري يوم الخميس مع الإسماعيل المصر المكاسة مع الزمالك ده يكون يوم الخميس وإن شاء الله يوم التلات الأهلي مع وادي دجلة بإذن الله إن شاء الله كل التوفيق نادل ألي في المباراة في البطولة العربية إن شاء الله يوم 13-8 في الزهاب ويوم 27-9 في العودة إن شاء الله عايز أقوله جواز البطولة العربية بسرعة 6 مليون دولار للمركز الأول والوصيف 2.5 مليون دولار أرقام كويسة جداً لكل فريق هيخرج من نص النهاية أو دهصل نص النهاية نص مليون دولار كل فريق في دور التمانية 200 ألف دولار كل فريق في دور 16 خمسين ألف دولار كل فريق في دور 32 خمسة وعشرين ألف دولار استمتعت دايماً مع حضراتكم الوقت عدى معاكم بسرعة جداً دايماً بتشرفوني وبتنوروني في ملعب الأهلي شكراً جداً لحضراتكم وتصبح على ألف خير طبعاً بشكر فريق الإعداد كله بشكر كل الناس بشكر مخرج جميل بتاعنا سمير عكاشة شكراً جداً لحضراتكم وتصبح على ألف خير اشتركوا في القناة